السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله السود تمام أولاً أنا بشكر جميع الحضور وشكر من القلب للمؤسسة الكبيرة التي تضم كوكبة من الأسدزة والمدربين الأفزاز ولن أشكر أحد بالإسم لأن بصراحة كل اللي بتعملت معاهم حسيت منهم إحساس وشعور جميل صادق أحسست أنهم جميعاً شكالين مع بعض في منظومة متكاملة تحياتي للمؤسسة دي ولي الفخر أن أنا موجود دلوقتي معاكم من خلالها وأنها فعلاً أنا أقصد أنها عربية الأصل وبتدينا نوع من أنواع الشعور الجميل أنه إن شاء الله في أمل دايماً بإذن الله كل اللي موجودين معايا دلوقتي أنا هتكلم إن شاء الله عن التفوق الدراسي أو استراتيجيات المذاكرة الحديثة وفي سؤال لازم أسأله لكل واحد دلوقتي وكل واحد وواحدة معايا لازم يردوا عليه أنت ليه تذاكر أو أنت ليه تتعلم أو أنت ليه تقرأ يريد ألاقي إجابة على السؤال دا عند كل واحد وواحدة موجودة عندكم مننا موجودة معايا دلوقتي المعرفة والنجاح التفوق عشان عشان استفادة جميل يا جماعة أنا بذاكر عشان هدف أنا ليه رسالة قبل ما أتكلم في التفوق الدراسي لازم أعرف هدفك إيه عشان كل الناس بتذاكر وبتتعلم وبتقرأ فأنت بتذاكر وتتعلم وتقرأ رسالتي ليك الحمد لله رسالتي ليك أن لازم هدفك تساعده رسالتي ليك يا رفعت ونجح أمتك خلي رسالتك أن أنت إن شاء الله تكون إنسان ناجح خلي رسالتك أن الناس إن شاء الله تشاور عليك في أي مكان وقيك إنسان ناجح ارفع من نفسك ارفع من بلدك ارفع من أمتك اللي موافق على الكلام دوت يرد علي ويقول لي أنا موافق رسالتي إن أنا برفع من نفسي عشان أرفع من بلدي عشان أرفع من أمتي الله يا شباب الله عشان كده هنبتلي في التفوق الدراسي ونقول احنا ليه بنحضر التفوق الدراسي وأنا ليه بأتكلم في التفوق الدراسي يا شباب يا بناب يا سدزة أنا مدرس رياضيات أنا مجال جميل وخصف إيه اللي خلينا أتكلم في الموضوعات ديت لأن أنا مدرس فبلتقي بالطلبة كل يوم ولقيت إننا إن إحنا ظلمينهم لقيت إن إحنا بنديهم بندور عشان يتعلم زاكر اقرأ حل الواجب حل الواجبات اعمل 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 لكن للأسف إن إحنا مدنا لهم مش المفتاح اللي يعمله بيدا يعني بمعنى صح آه طبعا أولى خطوات النهضة لاجتماع بالتعليم يعني عملنا معاهم كل حاجة فرناهم المدرسة وفرناهم الكتاب وفرناهم الكمبيوتر زينا وفرناهم معظم الاحتياجات بتاعت للتعليم لكن للأسف ما لهمش يتعلموا إزاي أولاد زاكروا إزاي أولاد كلنا حتى أعتكر إن الدول وهي بتحط السياسات بتاعتها فكرت في إن هي المواد اللي هو بيدرسها هي اللي هتخليه لم المعلومات بتاعت إزاي زاكر لأ إحنا النهاردة بقى هنعمل الأدي إحنا النهاردة هنديك المفتاح ونقولك أنت معاك كل حاجة وكمان معاك المفتاح افتح وخص التفورق بإذن الله تبقى عرفنا دلوقتي أنا ليه بتكلم في الموضوع دوت طيب كل واحد حاضر فيكو دلوقتي إن شاء الله معايا يبقى أكيد ليه هدف من إن هو يحضر البرنامج دوت كل واحد فينا دلوقتي هيكتب إيه هدفه من إن هو بيسمع الأستاذ المدرد دلوقتي ممكن أنا قاعد مثل الشباب والبنات الحلوين بتاعنا يعني أعرف منهم هم ليه النهاردة قاعدوا الوقت دوت أو إن شاء الله هيعودوا معايا الوقت دوت أو دخلوا معايا ويسمعوني ليه السبب الله يا شباب العرب تعلم الله تفوق كسب الوقت للإستفادة جميل بدل ضياع الوقت الله يا شباب طيب تعالوا نتفق بقى إن أنا عشان أحقق أي حاجة في حياتي لازم لازم أعرف أحققها إزاي وقبل ما أعرف أحققها أنا هقول لك إن شاء الله أنا هتكلم عن إيه النهاردة وأنا بتكلم خلي بالك إن أنا بتكلم الكلام بتاعي إن شاء الله هو المفتاح اللي هيفتح لك الطريق إن شاء الله السحر للتفوق ولازم تعرف إن إحنا ما عندنا زرار ندوس عليه أو نضغط عليه نخليك متفور لكن من كلامي والقصص اللي أنا هدهالك والطرق إن شاء الله اللي أنا هدهالك بإذن الله هتقدر تحقق اللي أنت عايز فأنا أكلم هكلمك النهاردة عن حقائق علمية عن العقل تحديات تحقيق الأهداف التعليم والتعلم والتدريب مدرج المعرفة والمهارة الخرائط الزهنية القراءة السعيدة تدريبات عدلات التركيز وزائر تنشيط الزكرة النهاردة إن شاء الله هنوصل لغاية الأغذية المناسبة للعقل وبعد كده إن شاء الله بكرة هنكمل الباقي بإذن الله نرجع بقى للحاجة اللي إحنا عايزينها يا شباب إيه حقائق العلمية اللي أنا هتكلم فيها لازم تعرف يا شباب إن ساعة ما تولدت كانت خلايا مخط تقدر بمليار خلية عصبية أنا قلت الجملة دي بالذات أو المعلومة دي بالذات عشان كل واحد فيكو دلوقتي هسأل نفسي سؤال إيه دا أنا بتكلم في التفوق اللي بيتخلينا اتكلم في الحاجات العلمية دي طبعا أنا لما أعرف نفسي وأعرف ذاتي أعرف استخدم الإمكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى إدها لي وأسخرها بعوان الله في الموضوع اللي أنا عايزه فموضوع النهاردة إن شاء الله إن أنا أخرج من الدورة دي بادي أستعيد نشاطي وأبتدي أستغل الموكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهالي بحيث إن أنا أوصل للتفوق بيقول لي إن الخلال العصبية يبلغ موجودة في طبعة سمكها 2 ملي متر على السطح الخارجي للحاء المخ وتسمى بالمادة السنجابية العقل بتاعي اللي ربنا خلقهوني اللي بيستقبل من سبع معلومات بالزيادة أو بالنبصان أقول لك إزاي كل واحد قاعد دلوقتي غمّد عينه بسرعة كل واحد يغمّد عينه بسرعة ويحط صباعه على واحد ويقول لي أنا غمّدت رقم واحد ويقول لي أنا غمّدت دلوقتي يا سيد علي جميل شايف إيه قدامك كل واحد يعد الحاجات اللي شايفها كل واحد فينا كل واحد داس واحد ومغمّد يعني يعد الحاجات اللي شافها هتنص تلاقي على الاقل من على الاقل لخمس ستة حاجات من في الصورة اللي انت كنت شايفها. صح فعلا. ده دليل على ان عقلك بيستوعب فعلا من سبع علومات بالزيادة من سبع معلومات سواء بالزيادة او النقصان. في ناس شاف واحد. في واحد في ناس شافت خمسة في ناس شافت سبعة. في شاف ناس شافت اكتر من من سبعة من الاشياء اللي كانت كان بيبصلها. جميل يعني انا غمرت عيني دوقتي. لقيت اللون اللبني باقي الشريحة. لقيت سورة الكمبيوتر. لقيت الكتاب. لقيت 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 حاجات كتيرùng. بعد كده هنتكلم عن العقل اللواعي. العقل اللواعي ده ربنا سبحانه وتعالى خلقهمن عشان نستوعب في كمية من المعلومات رهيبة. فقالي ان العقل اللواعي استوعب اثنين مليون معلومة في الثانية الواحدة. اثنين معلومة في الثانية اثنين مليون معلومة. اثنين اللواحدة يا جماعة. battery الامكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك مشكلة بسم الله ما شاء الله يعني ربنا ادانا اشياء كانت موجودة عندنا واحنا يمكن لغاية السن دوت نعرفها او ما نعرف رهاش اكيد نعرفها سبحان الله نعرفها لكن حتى الان لم تستغل في بعض الاحيان طبعا القدرات غير محدودة ولا محدودة لا المفاجأة الكبرى بقى ان الشخص المثالي بيستخدم اربعة في المية من اجمال القدرة العقلية بتاعته من اجمالي من اجمالي القدرة العقلية بتاعتك لو انت شخص مثالي في كل حاجك معنى كده ان انت بتستخدم اربعة في المية من النسب من القدرة العقلية ليه اذا فيه فيه ستة وتسعين في المية من القدرة العقلية لم تستخدم بعد معنى كده معنى كده ان انا من خلال الدورة دي ومن خلال المعلومات اللي انا اديتها لك دي عايز اوصل معاك بقدر كبير من الستة وتسعين في المية دول ده ازا كنا ازا كنا مثاليين فاحنا بنستخدم اربعة في المية فقط لكن لو احنا مش مثاليين يبقى معنى كده اقدر الله يعني يبقى معنى كده ان القدرة العقلية بتاعتي اقل من اربعة في المية من اللي ربنا الدهوني يبقى انا النهاردة عايز اوصل نفسي بقدر الامكان واسحب اجزاء كبيرة من الستة وتسعين في المية اللي انا فقدهم دول ان شاء الله على اعتبار ان ان شاء الله كلنا مثاليين جدا طيب انا اتكلمت في ايه دي وقتي انا اديتك رسالة اديتك الرسالة دي ارفع من نفسك ارفع من بلدك ترفع من امتك معنى كده ان انا ان شاء الله وبعون الله هتدي مرحلة جديدة طيب يلا بينا يا شباب ويا بناتي ويا كل اللي بيسمعني نبقى بعض ان شاء الله مرحلة جديدة طيب المرحلة دي يا جماعة هتبقى عبارة عن ايه المرحلة دي لازم الاول فيها قبل ما بلدك لازم اسامح نفسي لازم اسامح نفسي اللي موافق على كلامي يدوس رقم واحد ان انا لازم هتدي بان انا الاول هسامح نفسي جميل لو سمحت ايدك اليمين حطها على قلبك ايدك اليمين احضن بها قلبك يلا كلنا مع بعض ايدك اليمين حطها على قلبك وقول معايا انا سامحتك انا سامحتك انا غلطت كتير انا عصرت كتير انا ضيعت وقت كتير انا صاحبت ناس ما كنتش المفروض ان انا صاحبهم انا انا اتكلم معا نفسك زي ما انت عايز هسيبك سنيتين قل لها كل اللي في نفسك تقوله قل لها ان انت اخطأت قل لها ان انت ضيعت وقت كبير قل لها ان انت اصرت في مجهودك اصرت في مذاكرتك اصرت في معاملتك في معاملت والديك اصرت باختيار اسحابك الخطأ اصرت مع صديق ما كنتش عايزة يزعل منك كلمها زي ما انت عايز قل لها انا سامحت سامح نفسك الاول كلنا اتكلمنا وقلنا مع بعض جميل وانت ايدك على قلبك دلوقتي اوعدها اوعدها ان شاء الله ان انت هتتغير اوعدها ان شاء الله ان انت هتكون احسن اوعدها ان من النهاردة باذن الله مش هتضيع وقت اوعدها ان من النهاردة ان شاء الله هتكون انسان جديد اوعدها ان شاء الله من اللحظة ديت باذن الله ان انت هتبقى انسان تاني خالص لسه مولود دلوقتي باذن الله سمحتها وسمحت نفسك عن كل الخطأ دلوقتي اللي سامح نفسه وقدر يسامح نفسه يكتب لي رقم واحد جميل احنا النهاردة لسه مولودين دلوقتي في اللحظة دي يا اولاد احنا يا شباب بنبتدي عهد جديد مع كل واحد فينا كل واحد فينا بيبتدي عهد جديد مع نفسه في مذاكرته في تحدياته مع والده مع كل اللي بيتعامل معهم في مية علاقاته انا النهاردة انا في اللحظة دي انسان جديد جميل يلا نكمل دورتنا عشان ابتدي ان شاء الله اتولدت ان شاء الله كلنا بإذن الله في اللحظة دي هنحاول ان احنا نتولد مش هنحاول ده احنا خلاص قبينا الرغبة بإذن الله فان احنا هنكون في وضع جديد اتغيرنا انسان جديد بإذن الله طيب ازاي هواجه ازاي هبتدي البداية الجديدة بقا يلا توكلنا على الله اولا لازم اعرف انا عايز ايه يا جماعة زي ما كلمت نفسك كده كلم نفسك بقا بتكلم وقول لها انتي عايزة ايه انتي عايزة ان شاء الله ونعمة بالله توصلي لايه ايه هدفك جميل اللي مش عارف اللي مش عارف وما قدرش او مش هيقدر يحدد هدفه انا هساعدك هساعدك دلوقتي وقولك انت عايز توصل لغاية فين انت عايز ايه ايه انواع الاهداف اللي انت عايز تحققها في حياتك هل في هدف قصير هل في هدف متوسط المدى هل في هدف طويل المدى انت عايز تحققه هتبتدي من جديد عندي حاجة تصير ان شاء الله هحققه ان انا بازن الله هكتهد في الايام اللي جاية دي مهما كان الوقت يوم اتنين تلاتة عشرة انا هبز المجهود انا هعمل مفيش حاجة لا ان شاء الله هيكون عندك حاجة لو دورت جوا نفسك وان شاء الله انا هسهلك الطريق بان انا هوليك دلوقتي اعرفك دلوقتي ازاي تحدد هدف لنفسك يبقى فيه عندي تلات انواع من الاهداف هدف قصير هدف متوسط المدى هدف طويل المدى الهدف القصير ده انا عايزك ان شاء الله في خلال العشرة وخمستوى ساليوم دول قبل ما تخش الامتحان باذن الله تكون قادر على ان انت تحل ابتدي من دلوقتي باذن الله بعد ما تسمعني وبعد ما نتكلم مع بعض حط في دماجك دلوقتي ان هدف القصير ان انت في خلال الوقت القصير دوت ان شاء الله هتخش وتنجح باذن الله وخلي بالك لا يمكن احد يبزي المجهود ابدا ويبسي الجهد ابدا الا لما يكون ربنا سبحانه وتعالى باذنه يكون ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان هو يوفقه ويديله نصيده بس بشرط اكتب هدفك بيدك انت قلت من جوة لازم تشوفه قدامك لازم عينيك تشوفه قدامك وهقولك ليه هقولك ان في احدى الدراسات عملوا دراسة على خريج الجامعات واقسموهم لتلات مجموعات المجموعة الاولى للأسف ان هي ما كانش لها هدف المجموعة التانية كانت لها اهداف المجموعة التالتة كانت لها اهداف مكتوبة كتبها ومعلقها قدامه عشان كل شوية يشوفها ما ينساهاش المجموعة الاولى بعد ما خلصت بعد ما خلصت وابتدت تشتغل للأسف ان هي كانت يأسة وكانت محبطة وما قادرت تشتحقق حاجة المجموعة التانية للأسف ان هم بقوا بيشتغلوا وحققوا نوعا ما لكن كانوا بيكسبوا قد المجموعة الاولى تلات امثال يعني كانوا لو المجموعة الاولى بتكسب وان دولار بالتانين يومين بيكسبوا تلات دولار حاجة بعد كده للمجموعة التالتة لقوا القاتي اللي هي اهدافها كانت مكتوبة وواضحة مكتوبة باديها كتب المسك ورعه وقلمه وكتب الهدف بتاعه وحطه على اي مكان قدامه عشان يشوفه كسبت تلات اضعاف المجموعتين بمعنى اصح يا جماعة من الحكاية دي انا عايز اقول لك حاجة واحدة بس انا عايز اقول لك ان الهدف بتاعك اللي انت حقل انت ان شاء الله حطته قدام عينيك نصبع عيونك وهتبتدي تشتغل فيه الورقة او الالر طبعا او هتبقى للمه تكتبه لازم انا مش عارف انا مشغول كده انتوا شغليني بصراحة بحكاية الصوت فارجوكوا اكيد يعني طالما الدعم الفني بيقول كويس يبقى اكيد الايب من عندنا يا جماعة فممكن نعمل اي حاجة لكن كده انتوا بتشغلوني عن الحاجة اللي انا عايز افقه بها مهم نرجع تاني ان شاء الله وهقول الحكاية اللي انا قلتها تاني لان لازم كلنا نسمعها حتى لو كان الصوت بيقطع ان في احد الدراسات خدوا خريجي الجامعات وقسموهم لتلات مجموعات المجموعة الاولى كانت شباب او بنات ما كانش ليهم اهداف ما حدش فيهم الالقلنية هدف عايزة المجموعة التانية كان لها اهداف المجموعة التالتة كان لها اهداف وكتبوها مسلك الالم والورقة وكتب هدفو وعلقوه قطوه على المكتب قطوه بحيث ان هو يشوفه دايما على طول المجموعة للأسف اتخرجت يائسة وساخطة ومحبطة اللي هي ما كانش ليها هدف المجموعة التانية بدأوا يشتغلوا بقاهم يكسبوا تلات اضعاف المجموعة الاولى المجموعة التالتة بقا تعالى شوف بقاهم يكسبوا سلاسة اضعاف المجموعتين ليه معنى كده انه قدر ان شاء الله بعرب بنا ان هو يحقق هدفو فلازم يا جماعة كل واحد فينا يكتب الهدف بتاعه قدامه وظاهر عشان تشوفه عنه يرجع تاني ويقولك ان الهدف تلات اللي انت عايز تكتبه دلوقتي لنفسك واحد هيبقى هدف قصير اتنين هدف متوسط المدى يعني بعد حين التالت الهدف الطويل ان شاء الله طويل المدى اللي انت بازن الله في الاخر عايز اكتبها وفورها اكتبها وفورها اكتبها وفورها وهالم يا استيزي طيب هكتب بايدي اهدافي اه هكتب بايدي اهدافك في الجوانب اللي انا هقولك عليها دي الجانب الروحاني طبعا كلنا لا اله ان شاء الله لمحمد رسول الله صحي شخصي علاقات العامة تالت حاجة المستوى المادي اللي انا احب اكون فيه تالت حاجة المستوى المادي السلام عليكم السلام عليكم انا مش عارب بقى ايه اللي حصل ده كله جميل 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 طيب حد يقولي يا جماعة اخر حاجة سمعتوها ايه بعد اذنكم جميل جميل عليكم السلام وعهوة الله وبركاته طيب اخر حاجة سمعتوها ايه اخر حاجة سمعتوها مني ايه لا من البداية الجانب الروحاني طيب كويس 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 خير احاعي الحتة دي انا ان شاء الله بإذن الله انا قلتلك ان انت لازم يكون هدف وقلتلك ان انا ان شاء الله هساعدك في ان انت ازاي تحدد اوكي جميل ان انت ان شاء الله تحقق تدور وتشوف الهدف ده اولا انا قلتلك ان عندك ثلاث انواع من الاهداف هدف قصير وهدف متوسط المدى وهدف طويل المدى وكل واحد فيهم جميل كل واحد فيهم هيبقى فيه روحان وهيبقى فيه شط صحي هيبقى فيه شخصي علاقاتك مع العامة مع الناس مسجد نفسك يكون في ايه المستوى المهني انت عايز يكون شكله ايه وبعد كده قلنا عشان نحقق الاهداف دي وسائل التحقيق اولا انت كتاب الهدف بتاعك والهدف بتاعك بينتمي لمجموعة الاهداف ديت اذا المعنى كده ان انت انت لازم تكر بمشيئة الرحمن ان انت ستفعل انت حددته بإذن الله انا حددت ان شاء الله ان انا قادر بعونه تعالى بإذن الله ان انا ان شاء الله هعمل ايه ان انا هذاكر وان انا هبز المجهود في الايام اللي جاية دي بحيث ان ان شاء الله ربنا يوفقني وانجح بعد كده قلنا ان يكون عندك الرغبة بعد كده ان يكون عندك الاسباب والدوافع اللي تخليك تحقق ده بإذن الله بعد كده يكون لديك القيم العليا اللي تقدر بيها تحافظ على هدفك تحقق هدفك وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت بتحافظ على غيرك بمعنى عشان احقق هدفي اضر غيري مش عشان احقق هدفي يبقى امشي في طريق مش المفروض ان انا امشي فيه ده هخرج من الشريحة دي وهقول ان انا دلوقتي وكل الشباب والبنات اللي معايا وكل اللي حاضرين في نفسه اصبح فيه هدف حيعرف ان شاء الله او عارف ان شاء الله هيقدر ازاي يوصل للهدف بعد كده لازم يكون عنده الثقة بالنفس والثقة اللي قابلها ان هو ان شاء الله يقدر يحقق اللي هو عايزه طب ايه الثقة بالنفس دي برضو انا بتكلم عشان بساعدك في التلات حاجات دول ان ان شاء الله بعد مقلب الشريحة يكون عندك ثقة عندك هدف عندك طريقة توصل بها للهدف وان شاء الله يكون عندك ثقة في ربنا وثقة في نفسك محدش فينا يا شباب يا بنات اتولد وهو عنده ثقة اتولد وهو عنده منخير وهو عنده منخاء وهو عنده فم وهو عنده عينين وعنده ايدين لكن ماتوا اتولدش وهو عنده ثقة ابدا ثقة دي شيء بيكتسب ولا انا غلطان انتقوا معايا ولا لا 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 انا عايز اكتسامات بقى لو انتوا صاحبين معايا وسمعيني كويس اتدوني اكتسامات عشان اقدر اكمل المحاضرة اللي انا عايزها جميل 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 احلى شباب احلى شباب بيتولد الانسان وهو عنده بكل الاعضاء بتاعته اللي كعندوش حاجة اسمها ثقة نقدر نشاور عليها ونقول دي ثقة اذا المعنى كده ان الثقة دي يا جماعة بتكتسب انا لما بص لشخصك ولا ايك انسان ناجح وواسق في نفسك بقول الشخص ده اكتسب الثقة دي منين اقولك انا اكتسبها منين اي شخص عايز يبني الثقة بتاعته في نفسه يعمل الآتي اولا جملة اعتراضية انا بحبها جدا وبقولها لكل ولادي اوعد خلي عقلك يسمع كلمة وحشة عن نفسك يعني ما تقولش انا مش قادر شكرا يا واليدي ما تقولش انا ما بعرفش ما تقولش انا محبط ما تقولش انا مش قادر اي حاجة فيها مش مش عايزينها يا جماعة سمع عقلك دايما كلمات حلوة عن نفسك انا اقدر انا ان شاء الله بعوني لا اقدر ان ازرع في جماغك الشيء الحلو فقط الكلمات الحلوة فقط سيدك من سلبيات الماضي اللي احنا سمعنا سمعنا نفسنا بيها خلاص احنا من شوية كنا سمعنا نفسنا عن كل حاجة احنا عملناها وربنا سمعنا كلنا ان شاء الله سمع نفسك كل الكلمات الحلوة عن نفسك هتلاقي نفسك ايوة الايجابيات هتلاقي نفسك السقة بتكتسب فقديري ازاي؟ الله عليك انت بتكتسب السقة بإذن الله اقولها تاني جملة اوعد سمع عقلك عن نفسك شيء وحش بل بالعكس اتسمع عقلك عن نفسك كل شيء حلو ابن سقتك بإيدك لأن السقة ما بتتولدش السقة بتتولد انت اللي بتولدها بقول ربك بعد كده يا شباب قبل مقلب الشريحة دي انا دلوقتي كل الشباب اللي معايا عنده هدف عنده الوسائل ان شاء الله اللي يقدر يحقق بيها الهدف عنده سقة في الله وسقة في نفسه انه ان شاء الله يقدر يحقق هدف وسيلة وسيلة شريفة كده سقة بالنفس وقبلها سقة بالله ان انا اقدر احقق ان شاء الله اللي انا عايزه عشان برضو قبل ما نتكلم قبل ما نتكلم ونخص في الحاجة العارف ان كلكم مستقيل لها لازم يا جماعة اعرف ايه الفرق بين التعلم انا مشكلتي ابدا في الهدف ما بيكملش ما هو ما بيكملش لان انت ما حطيتش نفسك الدوافع والاسباب اللي خليك اللي تخليك تحققه حاول بقدر الامكان تكون مع ربنا حاول بقدر الامكان ان الهدف بتاعك مايروحش من عينيك قلتلك اكتبه بيدك اوعى الهدف بتاعك يدير من قدام عينيك لازم تبقى شايفه مهم هنقول دلوقتي التعلم والتعليم والتدريب ايه الفرق بينهم عشان ابقى وانا بتعلم وانا بذاكر وانا بقرأ ابقى عارف انا بعمل ايه بالزبط التعليم هو ذاتي اي انسان اتخلق على وش الاخ من اول الخليقة حتى الان في مصادر تعليم في البيت في الشارع في اي مكان بيمشي فيه او بيحكك به بيتعلم كتير منه وبيترصب عنده خبرات ولكن للأسف ان التعلم ازاي هو زي ما قلنا هو التعلم هو عبارة عن التعلم ذاتي انت بتتعلم ايه التعليم الاخر ده ذاتي وقائم على اخرين غير موصوق فيهم واكسر تكلفة بالنسبة لا مش النادي والمدرسة انا بكلم على الخبرات الغير منظمة اللي انت بتكتسبها في الشارع في اي مكان وانت اساسا ما دخلتش مدرسة او الطفل الزغير بيتعلم خبراته بيتتم عملية تعليمه دي داك ايه دا المحيط العام عليك نور يبقى التعليم هو اسقال الشخص بالمعلومات بطرق منظمة. بعد كده التدريب بسرعة كده اللي احنا بنعمله دلوقتي ده تدريب آآ مزيج من التعليم من التعلم والتعليم يعمل على تغيير القناعات يغير قناعتك من جوه عن نفسك زي ما انت دلوقتي عرفت ان انت عندك العقل بيستقبل من سبع تمال معلومات في الثانية عرفتوا ان العقل اللي هو وعي بيستقبل اتنين معلومة في الثانية ممكن يحتفظ بيه اذا معنا كده ان انت عندك قدرات وما كنتش تعرف تنميها يبقى انا من خلال بازن الله الدورة دي هدربك بحيس ان انت يزيد تنمية مهاراتك الموجودة عندك اساسي يعني في حاجات عندك انا هخليك تنميها بعد كده يا جماعة هنقلب من ال هنخرج من التعليم والفرق بين التعليم والتعلم والتدريب وهنخش على مدرج المعرفة والمهارة. ايه هو المعرفة والمهارة? ايه المعرفة و ايه المهارة? اقولك. انت دلوقتي اه عرفت ان المحاضرة دي ان شاء الله هتحصل اه النهاردة او هتحدث النهاردة ازها النهاردة الساعة سبعة. كنت تعرف قبل كده الكلام دوت? لأ طبعا. ازان عندك دلوقتي معرفة. وما عندكش مهارة ان انت تقدر تخش المحاضرة. وبقى كل الناس تسأل هي اللينك بتاع المحاضرة فين? هقول تاني. او ندي مثال اخر احسن من كده. لو انا جيت قلت لك دلوقتي ان فيه اختراع مثلا اسمه آآ فراشة. الفراشة دي انا قدر اكلمها. انا استاذ علي بيقدر يكلمها ويقول لها روحي بتفتح اللاب بتاعي وهاتي يقول لي لي منه كزا وتعالي. انت كنت تعرف فيه حد فيك ويعرف الفراشة دي قبل كده? يا ريت اللي يعرفها يكتب لي نمبر ون. اللي يعرف يا سلام هبة كنت تعرف ان فيه فراشة بتعمل كده? جميل. اوة وحد يقول لي كان حد يعرفها. طبعا محدش يعرفها لان اساسا ان مفيش حاجة اسمها فراشة انا اكلمها اروح لو سمحتي افتحيلي يا فراشة اللاب ان قللي من عليه اه طبعا لازم نضحك. طبعا ده ما حصلش يا جماعة. لكن انت لو فرضنا ان هو صح. طب يا جماعة. لو فرضنا ان هو صح يا جماعة يا اولاد. ايه اللي هيحصل? انت دلوقتي عرفت ان فيه حاجة اسمها فراشة اقدر اشغالها عندي. لكن تعرف تشغالها? لا. ازان انت دلوقتي عندك مع معرفة ولا مهارة. يبقى الاول انت ما كنتش تعرف عنها حاجة وانا عرفتك ان فيه فراشة بتعمل واحد اتنين تلاتة. تاني حاجة هو اصبح عندك لا معرفة كان كنت جايلي ما تعرفش حاجة. بعد كده لما عرفتك عليها بقى عندك معرفة ومعندكش مهارة. طيب لو انا قلت لكم يا شباب الطريقة البرمجة الفراشة دي بالطريقة الفلانية. هعمل فيها واحد اتنين تلاتة تقدر تشغلها بمنتهى سهولة يا موسى وياهبة وياكل اللي موجودين. وانت ايوة وبدأت انت تشتغل وتفزي الجهد ان انت تفهم ازاي تعالت الفراشة دي تشتغل. فاصبح عندك دلوقتي معرفة ومهارة. بعد اسبوع بعد اتنين انت اتقنت التطبيق برافو. انت اتقنت خلاص ازاي تشغل الفراشة دي. فاصبح عندك معرفة ولا مهارة. اذا بالتالي بقى انسبنا. من الفراشة دلوقتي. واقول لك انت ان شاء الله مثلا بكرة هتروح المدرسة او بلاش. انت هتفتح الكتاب. هتقرأ معلومة. المعلومة دي ممكن تكون تعرفها او ما تعرفها. طب لا الموبايل جميل. المعلومة دي اول ما ما تفتح الكتاب وتشوفها انت ما كنتش عارفها. انت ما كانش عندك معرفة بيها وما كانش عندك مهارة بيها. لما قارتها وعرفتها اصبح هتك معرفة ولا قهارة. لما بدأت تبزي المجهود في ان انت المعلومة دي تحتفظ بيها في عقلك. اصبح عندك معرفة ومهارة. بعد كده بابا يسألك فيها من غير ما تفتح الكتاب تلاقي نفسك بتجاوب مباشرة. ليه? لانك عندك دلوقتي عدم معرفة. لكن عندك مهارة جيدة جدا في الاستخدام. هو ده اللي احنا هنلعب عليه يا شباب في الوقت اللي جاي. انا كل ده بعدك وبوريك انت عندك ايه? بفهت السيوات العربيات السيارة طبعا. انا كل ده لسه بعلمك ازاي او بفهمك ازاي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى الدهولة. ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقوا عندك عشان تقدر تتعلم. عشان تقدر تدرس. عشان تقدر تقرأ بكل المعاني التعليم اللي موجودة في الوطن العربي انا بقولها عشان كل واحد يتواصل معي. طيب. يا شباب يا بنات. هالخص اللي احنا قلنا بسرعة. احنا قلنا من البداية ان انت ان شاء الله عندك هدف. عارف طريق تحقيقه. عارف في السنة ممكن في السنة ممكن يخزنها لك. قلنا ان موقك العادي ممكن يستقبل سبع من سبع او ست معلومات ممكن يخزنها. صح? انا عندي ده كله. طب هستخدمه ازاي? بالخرائط الزهنية. الخرائط طبعا هدف وسيلة ثقة الله عليك فصل. تسلم يا شاب. تسلم يا شباب. هنتكلم بالوقت عن الخرائط الزهنية. والخرائط الزهنية هي عبارة عن الايدي. لازم اقول لك الاول يا شباب المحاول لما بتوصل لك ايه اللي بيحصل? تعالى بص في الشريحة دي كده. دي اسمها الخلايا العصبية. الخلايا العصبية جميل جميل الاحلام. الله ينور. الخلايا زي الفل بازن الله يكون ليه متقبل يرفع من امتنا ويرفع من بلدنا ويرفع من كل اه اللي رفعنا لكل شيء حلو بازن الله. الخلايا العصبية انت اول ما بيجي لك معلومة بيتبدأ يطلع منها وصلة. الوصلة ديك بكم طول ما انت بتحافز على تجديد المعلومة. بمعنى ان انا خدت النهاردة عرفت ان الاساس علي عنده فراشة. وتعلمت ازاي اشتغل عليها. وتعلمت ازاي اا اا استخدمها. اول مرة ما كنتش عارف. تاني مرة عرفت. تلت مرة درست. رابع مرة قريت. طول ما انا بزود المعلومات عنها طول ما الوصلة العصبية موجودة. لكن ساعت ما اقف واقول خلاص انا عرفت. انا فهمت. انا حفزت. تبتدي الخلية العصبية دي في ظرف تقريبا اربعة وعشرين ساعة تبدأ. طب ما حل. يبقى انا دلوقتي اول ما استقبل معلومة. ايه اللي بيحصل? الخلالة العصبية بيحصل لها ايه? بيحصل منها ايه? اه انا مش انا انا شايف. عايز اسمع منكم. بيحصل ايه? بيحصل على طول وصلة عصبية. جميل الله. الوصلة دي اقدر احافز عليها يا شباب. اقدر احافز عليها بان انا اقرأ كتير عن المعلومة. لو انا طبعا لو انا وصلت ان انا خلاص مفيش عندي جديد ووسبتها. انا بؤكد لك ان في خلال اربعة وعشرين ساعة مش هتلاقيها. هتبتدي الوصلة العصبية دي تضمح لها. فدايما نخلي بالكم. كل ما تاخد معلومة جديدة حاول قبل اربعة وعشرين ساعة بدتلها حاجة. بحيث اي وقت تكرار طبعا. بحيث ان هي تفضل موجودة. طيب. توني جوزان ده عالم انجليزي. عمل ايه بقى? قال لنا احنا عندنا فصيل. المخ ربنا سبحانه وتعالى جميع لنا فصيل. خليل لنا فصيل. التمرين اللي قدامكو ده اللي هو بتاع الالوان والكلمات. فلو سمحتو. هتبص الالوان لو عندك طبعا الايمن والايصر. انت هتبص عندك هتلاقي الالوان مكتوبة. يعني الاصفر مكتوب باللون احمر والاحمر مكتوب باللون اصفر والاخضر مكتوب باللون ازرع. الالوان مختلفة. انا عايزة كنت قاعد قدامي دلوقتي. تنطع الاسم. غير الوانها. اه طبعا هو غير مغيرين الوان. انا عايزة كنت قاعد دلوقتي. تبدأ تقرأ. شوف ايه اللي هيحصل لك. اقرأ الكلمات ديت. اقرأها. اقرأ اللون ما تقرأش الكلمة. اقرأ اللون ما تقرأش. بحاول. ماشي يا اوما. بقرأ ايه? بقرأ الايه? اللون ما بقرأش. لا اقرأ الكلمة. هتبص تلاقي نفسك بتتلجلك في الكلام. بتتلعسم في الكلام. جميل. جميل يا اولاد. جميل. ايوة لغبطة. برافو عليك يا هبة. برافو عليك يا هبة. بيحصل يا لغبطة في النطق. عارفين ليه يا شباب? تعال نعرب بقى مع بعض. ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لي فصين في المخ. المخ والعقل شكله. يبقى جميل. لا مش مش مصدق. هقول لك انا دلوقتي. في فصين عندك الفص اليمين والشمال اللي هو الرايت والليفت. الرايت هو الالوان والخيال والرسم والاصوات والموسيقى والمشاعر. هو بيبحس في دول. الرايت اللي هو بيبحس في الكلمات والقوائم او الحسابات والمنطق والارقام والتفكير. اللي حصل عندك دلوقتي عندكم يا دلوقتي يا شباب ان الفصين اشتغلوا هما الاتنين مع بعض فبدأت تلاعصم في الكلام. كل واحد كل فص فيه ما عايز يزد بقى التاني. فبدأ ده يتحقق كل واحد بيتحقق من الشكل بتاعه. الهو ايوها صح طبعا يا بابا. يبقى انا عندي دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى خلق لي ايه? فصين. واحد الرايت والليفت. الرايت هو شغلته. ان هو يدور على الالوان والخيال والرسم والاسوات والموسيقى والمشاعر والحب. والفصل الفصل التاني هو مهمته الكلمات والقوائم والحسابات والمنطق والارقام والتفكير. اللي حصل التلاعصم معاه دلوقتي هو حصل ليه? لان الفصين هما الاتنين اشتغلوا مع بعض. هعمل معاكم حاجة ظريفة دلوقتي عشان انا شايف انه كلكم نايمين معايا خالص وهتنيمون انا كمان. معلش بقى. انا قم نقف. لو سمحت بقى كلنا نقوم نقف. لو سمحت. توقف على على آآ مقدمة القدم. وترفع ايدك في مستوى كدفك. هنقف من على نسيب الاجهزة بتاعتنا ونقف. اقف على مقدمة القدم. هترفع نفسك لفوق. مدي ايدك لقدام. لا ما فيش برد ولا حاجة. مدي ايدك لقدام. وهعد من واحد لخمسة. يلا اللي جاهز. ما هو جاهز ازاي بقى هو واقف كده. خلاص انا هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشرة اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة عشرة. يا شباب. حصل حاجة? حصل لك اي حاجة? كل واحد كل كل اللي ما حصلوش اي حاجة يتبقى. جميل. اقف نفس الوقفة يلا بينا. نقف نفس الوقفة هي هي. ونغمد عينينا. وهعد من واحد لخمستاشر. يلا يا شباب جاهزين. يلا. هنقف نفس الوقفة هي 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 هيزيد عليه فقط بس ان انا هغمد عينيك. يلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمسة عشرة. يلا كل واحد يقول لي حس بايه? انا مش هقول. ايه اللي حصله? عدم اتزان طبعا ده اكيد. عدم توازن يا محمد. ضوخة. شعور غريب. حاسس ان انا هغرق. حاسس ان انا كاني ركب مركب. عارفين ليه يا ولاد? جميل. انت المرة الاولانية كانوا الفصين شغالين وكنت شايف كل حاجة. لكن لما غمضت عينيك اصبح الفص اللي ما سقول عنك. ما اشتغلش. فحصل عدم ايه? توازن. جميل. طب ده انت بتقول هلنا ليه يا السيد علي? اقول لك انا واقول لك انا بنقوله ليه? بنقوله عشان هنستخدم حاجة اسمها الخرائط الزهنية. اللي هي بستخدم في تلخيص المناهج. يعني انا دلوقتي هعلمك ته جميلة تجنغل فيها فصين بعد ما عملت التدريبين والتدريبين انت عارفت قيمة كل واحد فيهم. الاولاني حصل تلعصم لان الاثنين حصل تلعصم لان الاثنين الفصين اشتغلوا مع بعض. الاولانية واحد فيهم والتاني لأ اصبح في ايه? حصل لكن انا رجع تلكو تاني ان شاء الله لو الصوت كويس ادوني نمبر وان. جميل. احنا دلوقتي هنستخدم النعمة اللي ربنا ادهنا اللي هما الفصين وكل واحد فيه عرفنا فيهم دلوقتي بيشتغل ازاي وبشتغل في ايه? هنستغلهم هما الاثنين عشان نعمل حاجة اسمها الخريطة الزهنية. الخريطة الزهنية دي بستخدمها في ايه يا شباب? بستخدمها في تلخيص المناهج بتاعتي من اول السنة وممكن اعملها دلوقتي عشان استغل بين الصورة وبين الايه? الفصين اللي اتنين يشتغلوا مع بعض. طب بتستخدم في ايه الخريطة الزهنية? طلاب المدارس والجامعات? اصحاب الاعمال والموظفين والاسدزة والمدربين والمفكرين وكله حتى مصمم الجرافق. والكثير من الناس بيستخدموها. فبتعالوا نشوفها يا شباب كده. ايه اللي هنعملوا فيها? هنستخدم فيها ايه? هنستخدم فيها الالوان والصور والاسهم. الموضوعات المراكز الموضوعات الفروع الميلة. ورق ابيض سادة من الملدون تخطيط. طبعا تقريبه للافكار. بدون سطور ولازم تتوفر فيها المرونة. وهقولك يعني وهي دلوقتي مرونة. ايه اللي حصل يا جماعة? انتم شايفين الخريطة اللي قدامي دي? شايفين الصورة اللي قدامي دي? اللي شايفها يقول لي نعم. هو يقول لي رقم واحد. جميل. واحد بس كلك وشايفينها. الله احلى شباب احلى شباب. اللي قدامي دي هي اسمها الخريطة الزهنية. عمل ايه توني بوزان بوزان. اللي هو انجليزي دوت. اللي هو بيطلق عليه ملك العقل. آآ آآ خاد الخلايا العصبية اللي احنا شفناها دلوقتي قبل كده. خلايا العصبية. وبدأ يعمل من آآ عليها آآ خريطة سماها الخريطة الزهنية. خريطة الزهنية دي اتفصين اليمين والشمال بيشتغلوا هما الاتنين مع بعض. بيشتغلوا ازاي? زي ما شفنا دلوقتي من شوية. خد اسم الكتاب وراح حطه في النص. وعبر عنه بصورة. انا عايز الفصين واحد هيقرأ والتاني هيشوف صورة. عايز اشجغل الاتنين مع بعض يا شباب. فهاخد اسم الكتاب اللي انا عايز الخصه. او الباب اللي انا عايز الخصه. او الدرس اللي انا عايز الخصه. واحطه في نص الورقة. واحطه في نص الورقة البيضة اللي من غير تستيخ. وابدأ اطلع منه فروع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده? اللي هو. مسلا هتكلم على الالوان الصوت. الصوت كويس. سلام عليكم. سمعيني الصوت ولا لأ? جميل. طب نرجع تاني مع بعض عشان الناس اللي ما سمعتش. طني جوزان. عمل الادي. خد شكل اه. لو لو الصورة مقلوبة انت عندك ساهم اه. السورة عندي كويسة. لعندكم كلكم الصورة مقلوبة يا شباب. اللي عنده الصورة كويسة يديني الرقم واحد. جميل جميل جميل. يبقى الجهاز عندك بقى يا مروه هو اللي فيه شيء الله اعلم. طيب خلينا مع بعض. طني جوزان عمل. شكل الخلية العصبية اللي احنا كنا شفناها في شريحة او شريحتين قدام. وبدأ يطبق عليها. حاجة معينة سمناها الخريطة الزهنية. اللي انا بلخص بها الكتاب. او الفصل. او الدرس اللي انا اخده. هتاخد اسم الكتاب او الفصل وتحطه. انا هتكلم عن الفصل عشان ما تختلفش الامور. فصل من الكتاب هخلصه او درس احسن. في اي مادة من المواد. هاخد. الفصل ده. والخصه. او الدرس ده والخصه. فاخد الدرس اسم الدرس. اروح حطه في النص بالشكل ده زي ما انتم شايفين محطوط على الكباب او اللوحة اللي قدامنا دي. اكتب عليها اسم الدرس. بعد كده هبتتي اطلع زي الخلية العصبية بالزبط. انا سمعت معلومة ان المربع يشتت المعلومات فالافضل تلسم دايرة. طب جميل استعملي لو هو كان هيشتت اذا اعمل انت دايرة. ما فيش مشكلة يعني. سألقوا امار اسمع المعلومة داية. اه لو سمحت يا شباب خلينا مع بعض عشان ما نخلق يعني اه نقدر نستفيد بقدر الامكان. احط الاسم الكتاب اه او اسم الدرس في النص بالشكل ده مسلا. واطلع منه خطوط الخطوط دي دخينة ساميكة. واكتب اطلع ان واكتب عليها اسم الموضوع. مسلا الدرس عندي فيه اربع خمس مواضيع. فببدا اكتب اسم الموضوع الاولاني. على الخط الساميك دوت. وبعد كده اطلع منه خروط رفخيطوط رفيعة. اكتب فيها عناصر الموضوع اللي انا عايزه. ولكن بشرط. من اول السهم او من اول الخط ما يطلع من المص. لغاية ما ينتهي فوق صبر او لا مش زي الفارس. لغاية ما ينتهي فوق هستخدم لون واحد زي ما انتم شايفين دلوقتي اللون الموض. الكلمات اللي انا هتتكلم من هتتكون من خمس ست كلمات. هل هكتبها كلها? لا. انا هكتب الكلمة او كلمتين بالكتير اوي اللي يفكروني بالحاجة اللي انا عايزة. وبعد كده هالي الموضوع التاني اروح نطلع منه نفس السهم برضه الساميك واطلع منه. انتم شايفين? حتى انا باخد كلمة او كلمتين بالكتير اوي ما بابناش الصفحة. بس بشرط ان كل موضوع يطلع منه خط ساميك وفروع. بحس ان كل الفرع فيهم يكون لون لوحده. لان ما تنسوش ان انا عايز اتشجل ايه? انا اعمل كده ازاي في الانجليزي. بنفس الطريقة دا برضه هقدر احفظ كلمات الانجليز. بس خلي بالك الانجليز لازم اه يكون عندك مفردات. عندك مفردات ان شاء الله طير يعني قائمة على الحفظ اولا. لان انا ما فيش كلمة هفهمها انا اعرف معناها وفقط لغير. يبقى بالتالي لازم اكون حافظة مفردات كتيرة عشان اقدر اعمل كده اا استفيد من الانجليز واقدر اتكلم نوعا ما فويس. بعد كده والماس طبعا كله. كل المواد اقدر استخدم فيها الخرائط الزهنية. لان انا هنا بشغل الاثنين والفصل الاثنين مع بعض. فالاستيعاب عندي ان شاء الله يكون اكتر. دي خريطة الزهنية. اي حاجة اي حاجة اقدر استخدمها استخدم فيها الوسيلة ديت اللي هي الخرائط الزهنية. هبدأ دلوقتي. خلصت الموضوع الاولاني. هضف له حاجة بقى. انتوا شايفين قدامكم فيه بلونة وفيه شكل وش وفيه ورق وفيه وردة وفيه 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 قلب الهارت كل كبه. طب الصور دي محطوطة ليه دمعة. الصور دي انا كل فرع من الفروع ديت هدور على صورة تفكرني بيها. صورة تمط يعني تقرب من الموضوع اللي انا عايزه. فالصورة ديت مثلا هختارها انا زي ما انا عايز بحيث ان انا. لا ده مش بويدي والله الصوت انا بكل شوية دلوقتي براجع الصوت عشان ما يقفلش من عندي وابع انا السبب. فمعليش انا ياسف. انت على الفكرة انا كده بنخرج من الموضوع كتير اوي اوي اوي. نرجع تاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم. يبقى كل فرع من الفروع اللي انا هطلعها هبتدي احط عليها صورة تدل عليها. ولما الصورة تدل عليها اصبح عندي صورة وعندي لون وعندي كلمات اقدر على طول الاستعاب عندي يكون اكتر. لو انا خلصت درسي بالشكل دوة هبدأ اعمل الاتي. لو كل يوم انا قريت الصورة ديت. شكرا يا جماعة. لو انا كل يوم قريت الصورة ديت. على طول هتنطبع في زهني. وهوريك دلوقتي بعد شوية قدرات العين اللي خليها ربنا سبحانه وتعالى. عشان يديك امكانية لدى اكتر. لو كل يوم اتقارتي مرة. وتاني يوم مرة. تارتي يوم مرة. وحافظ زي ما قلنا على الوصلة العصبية لما تخليهاش تضمحل بحيس ان المعلومة تفضل موجودة. يبقى الورقة هيبقى عندي في كل كتاب مثلا خمس ست وراءات عشر وراءات. لو كل يوم راجعتهم مرة بالصوت والصورة بالتريقة دية. فانا شغلت الحمد لله الفصل الريت والليفت مع بعض. او ديمين الشمال مع بعض. حيس ان انا اخد اكبر قدر من المعلومات. هرجعها يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده كل اسبوع. بعد كده كل شهر. بعد كده ان شاء الله هتخش الامتحام بتاعك وازن بازن الله. وبازن الله تقدر تستوى تسترجع المعلومة بمنتهى السهولة. تعالوا نشوف اشكال تانية للخريطة الزهنية. هنبص نلاقي فيه شكل كاهم. شايفينه يا شباب? اللي شايف دوت. اللي شايف الخريطة التانية دية دي دوت رقم واحد. جميل جميل كلنا شايفينها. اعتقد ان كل واحد فينا بيسأل نفسه. هو لا اعمل الاسهم دي زي ما انا عايز والله انت وزوءك بقى والبنات هيعملوها احلى واحلى واحلى اكيد. طيب نشوف دي كمان. نشوف شكل تاني. شوفوا الخريطة دي ات معمولة ازاي? وزي ما اتفقنا كل واحد ببدع في بس ما عودش ابدع بقى واسيب المذاكرة يعني. انا بقى اعمل حاجة تخليني اه اعرف اه استوعب اكتر يعني. بس للأسل. شوف دي كمان. كلنا شايفينها يا شباب. كلنا شايفينها جميل. اصبح عندي ايه دلوقتي ايه? اولا الخريطة الاولانية هي افضل خريطة واسهل خريطة. ممكن تستخدمها وممكن تكون تقوم بعمل واحدة زيها ان شاء الله. اسهل طريقة. في حد مسألني يعني ايه مرونة? المرونة وانا بعمل الخريطة ديت. اقدر انا يمكن انسى معلومة او انسى فرع من الفروق. انسى موضوع. فبسهل جدا ان انا اروح مطلع سهم. من المكان اللي انا عايزه. اللي بينتمي ليه الموضوع. واقدر اضيف الحاجة المعلومة اللي انا نسيتها. فعشان كده بنقول ان الدوز اللي للخريطة الاولانية هي اسهل واحدة فيهم. ايوة سهلة التغيير. واقدر لو انا نسيت معلومة اقدر اضيفها بمنتهى السهولة. يبقى انا كده يا جماعة خدت طريقة اقدر الخص بيها بتاعتي. والدروس بتاعتي. الموضوعات بتاعتي. ان انا استغل حاجة من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها دي. وهي فصير المخ. اللي كل واحد فيهم بيقوم بعملية مختلفة. انا الحمد لله عن طريق دوة شغلت الاثنين مع بعض واستفدت. طيب. انا عندك دلوقتي تعمل الاتي. انا عايزك في خلال خمس بعد اذن الموجودين كلهم هناخد راحة ونعمل للاتي. عايز نطلوب خريطة ذهنية لأسرتك. بدءا من الجد والجدة. طبعا كلنا لينا جد ان شاء الله ولينا جدة. عارف اساميهم. وعارف اسامي الفروع اللي خارجة منهم. هبدأ اعمل خريطة ذهنية. ومش هناخد راحة وهنعملها مع بعض دلوقتي. ونشوف. هبدأ اعمل الاتي. ادي. هروح اعمل هنا كده. كلنا شايفين اللي انا بعمله يا شباب. اللي مش شايف يقولي. جميل. جميل. واكتب اسم الجد والجدة مثلا محمد. جميل. والجد هتبقى مسلا اسمها ايه نكتب اسمها ايه? اه اه ها 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 مين? باسمت يالا. وابدا اي اسم طبعا انا بطحك باك وبس. بعد كده هابدأ اطلع فرع الفرع ده يكون سميك شوية بلون مختلف هطلع اللون ده الاول وبعد كده هغير الاسمة اللون. شايفيني يا جاولاد? مسلا هنا طلعت هنغير اللون الوان فين? الالوان فين? هنا مسلا طلع مين? مسلا ابراهيم الابن الاول. مليش بقى سامحوني في الكتابة انا مش اللي معايا دلوقتي وامتبعني يديني رقم واحد. يلا يا شباب. اتنى تلاتة بس اوضعها خمسة يا ستة بس كده. فين الباقي? لا الشباقي نايم. الشباب نايم. الشباب نايم. احلى شباب. هبتدي بعد كده اعمل منها فروح. اهي? فرع الاولان اهو. الفرع الاول ان ابراهيم ده تزوج. ولما تزوج ابراهيم خلف مسلا تلاتة. شو بقى هنا دلوقتي? الفرع ده بقى ايه? بقى خفيف ما هواش ما هواش ساميك? زي الاول? بعد كده هقول الاتي. ابراهيم ده خلف مسلا محمد او محمود ده عشان هيستقدمنا عشان محمود ما ينفيس ما يزعلش. محمود. بس طبعا هي جات مقلوبة شوية. لسه ما ظهرتش يا بكتور. الصوت تمام? انا دي لو سمحته لانها ما كانتش حلوة. او الواحد جاب محمود وبعد كده معاه. اه مهة مسلا. ونجات. وليكن اي اساني. وابدأ اعمل. وابدأ اعمل الشكل ده على كل العيدة كلها. اللي مش فاهمني يقول. يعني اللي فاهم انا عايز ايه يقول لي لاني انا مش عارب بصراحة اكتب زي ما انا عايز لان الالم مش في ايدي صح يعني. اللي معي وصاحي. ويادر ان هو ينفس دوت دلوقتي. يكتب لي لقم واحد. جميل. انا عارفت دلوقتي ازاي اعمل لنفسي خريطة زهنية واقول قادر على انها تكون كل فرع لهم بس فعلا بتفرق. طبعا تفرق لازم يعني ايش هبقى مختلف. وهتساعدك جدا ان شاء الله في دروسك وتحصيل ااااااااااااااااااااااااااااااااا الوصول للهدف بتاعك بإذن الله. طيب لو انا عايز اعمل خريطة ذهنية لكتاب تعالوا بقى نخش بالتفصيل انت عرفت لا لازم تجربها ولازم تعملها بيبك وانا هستأذنكم طيب تلت دقايق بس تعمل الموضوع دوت وارجع لكم تاني تلت دقايق اللي موافق على استراحة المدة تلت دقايق بس يكتب لرقم واحد جميل هرجع عليكم ان شاء الله مسلتوا الخريطة زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله باذن الله هنكمل محاضرتنا النهاردة ان شاء الله في بكرة تاني باذن الله اتفقنا بالمطبع بس اراكا مش بشاهم بالاستعداد لل Line هنأتكلم فيه على حاجات كتير بس انا عايز اقول كلمة بعد 2008 كل مجموع اللي حاضرة معي انا مدرس راضيات بمعنى ان انا اعرف الشباب والبنات ايه اللي ناقصهم إيه الحاجة اللي المفروض عندهم تقوى إيه الحاجة اللي أنا عايزة أويها فأنا مختلهم الأشياء اللي هي في الوقت دوت إن شاء الله تقدر تساعدهم لكن إذا كان هشتغل شغل أكاديمي فبالتالي أنا مش هفيد الشباب اللي في المراحل السنية اللي موجودة قدامي دلوقتي لا ده أنا هفيد جزء أكبر من كده أو شريحة أكبر من كده أنا مش مستهدفة محضرتين بتاعة النهاردة وبكرة بإذن الله فلا باتكلم فيهم بمنطقة البساطة بعضا عن أي إكسبريشنز ممكن أعلق به عشان كل واحد من الشباب والبنات اللي قدامي دول يستفيد به في الوقت ده فقط فبعد إذنكم يعني ما نحطش علامات تدل على إن فيه نقص أو أو لا ده دوت أنا عامله وأصد إن أنا أنزل بلغة الحوار ودي من الخبرة اللي أنا اكتسكتها في مجال التعليم فنازل لهم لأن أنا عارف إن هما مش هيتلعونه فمعليش عذرا لكل ما لا يجد هوياته في كلامي أو في عرضي النهاردة لأن فعلا أنا مستهدف شريحة معينة وربنا يسهر إن شاء الله وأقدر أكون وأقدر أكون وصل إذن الله طب يا شباب ويا بنات يقل معايا هنرجع تاني ونقول إحنا عايزة كتاب عايزة تعلم أعمله خريطة ذهنية الله يخليكم شكرا يا شباب إزاي أعمل خريطة ذهنية لكتاب عندي أنا هقرأه أو هتعلم منه أو 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 أعمل إيه؟ أولا يا شباب ويا بنات هنعرف هنقرأ اسم الكتاب واسم الكاتب وموضوع الكتاب كملت أنا نسيت أسأل مين كمل خريطة بتاعت الجد والجدة يا شباب يلا كده وروني مين اللي عمل اللي عملها كده يدوس لرقم تلاتة مش عايز واحد من الوقتي لا مش عايز أنا كل اللي كمل الخريطة بتاعت الجد والجدة الله كل دي تلاتات الله الله يا شباب جميل 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 أحسن والله وأنا حاسس إن أنا وأنا معاكم بحس إن أنا طاير فعلا وأتمنى إن أنا أكون أساعدكم بإذن الله نسألوا إن أنتوا تقدروا تحققوا اللي أنتوا عايزينه بإذن الله يلا نرجع تاني ونقول لو أنا عندي كتاب يا شباب إزاي هعرف ألخصه إزاي هعرف أعمل بيه خريطة زهنية نقول أولا أنت عارف اسم الكتاب عارف اسم الكاتب وعارف موضوع الكتاب جميل شكرا يا أحلام شكرا شكرا يا عمر شكرا يا عبد الباصد شكرا لكم كلكم يلا نرجع تاني نركز وصيف الرقم تلاتة دلوقتي تعرف على اسم الكتاب والكاتب وموضوع الكتاب إرسم صورة في المنتصف الورقة تمثل موضوع الكتاب إرسم صورة لكل فرع جديد زي ما اتفقنا إرسم فروع رأسية تمثل الفصول أو الأبواب فروع الرأسية دي اللي قلنا اللي هي الخط بتاعها يكون سميك بعد كده إرسم فروع لكل موضوع في نفس الفصل وعبر بما تراه ويكون سهل عليه تذكره وتذكره وفهمه بكلمات وبرسوم أو رموز اللي عايز تتكلمت بالكلام ده أنا هقرأه تاني ببطء أولا لازم تعرف اسم الكتاب والكاتب وموضوع الكتاب لأ أنا الصوت عندي يا شباب كويس مليش دعوة هنرجع تاني ونقوله بالراحة كده ونعرف تاني اللي عايز يكتب يكتب لي رقم واحد يا شباب لأ بلاش رقم واحد خليه رقم تلاتة اللي عايز يكتب يقول لي رقم تلاتة مناش دعوة بالصوت طيب في واحد عايز يكتب كله ان شاء الله هيكتب معايا طيب أول حاجة يلا يا شباب يلا بنات بسرعة تعرف على اسم الكتاب والكاتب وموضوع الكتاب دي أول واحدة تاني حاجة ارسم صورة في منتصف الورقة تمثل موضوع الكتاب ارسم صورة لكل فرع جديد خد صورة في الموبايل مفيش مشكلة يعني اللي عنده وسيلة غير الكتابة يتفضل اي موجودة قدامك وخد منها صورة زي ما انت عايز اذا كانت الصورة واضحة اكتبوا لي لقم لو انت عايز تاخد فيها صورة الموبايل تفضل لو انت عايز تنقلها باي شكل تفضل ما فيش اي مشكلة في اي حاجة المهم انها تعود بفايدة عليكم ان شاء الله لا الها الا الله سيدنا محمد رسول الله يلا يا شباب اول اظنني مش هتاخد وقت كبير عشان انا في حاجة عايز ااكد فيها هنا في الشريحة دي احنا وصلنا كده لرقم اربعة هنرسم فروع لكل الموضوع في نفس ونعبر بما ترى انه يسهل عليك تذكره وفهمه بكلمات برسوم بارقام برموز اي حاجة زي ما انت عايز المهم ان انت اول ما تشوف الرمز دوت تفتكر على طول المعلومة اللي انت عايز تقولها او اللي انت عايز ترجع بيها تعرفها بعد كده كل فرع اخرج منه في رواب عدد الفقرات الرئيسية ومراعات جعل كلمة واحدة تطلق الفكرة والمعلومة باكملها هبص تطلق الفكرة يعني مش عايزك تكتب على كل فرع كلمات كتيرة لا انا عايز كلمة او اتنين تطلق عندك المعرفة والفكرة والمعلومة اللي انت عايزها بعد كده هرسم خط متقطع وسهم لربط الموضوعات او الفقرات المرتبطة ببعضها يعني يا شباب انا دلوقتي وصلت وخلصت الخريطة بتاعتي هبص لقي عندي هبص لقي عندي في فرع او اتنين متشابكين ببعض متدخلين مع بعض يعني بمعنى اصح عايزهم اربط ببعض فاروح عامل خط متقطع بين كل حاجة مرتبطة ببعض بحيث ان اول معيني تشوفها ان شاء الله على طول اعرف ان الكنين دول مرتبطين ببعض ها بكده خلاص كل اللي خد صورة عايز واللي نقل عايز خلاص ننقل على حاجة تانية ولا لا ادوني رقم تلاتة لو عايزين نقل اوكي هناخد الشريحة اللي بعد كده هنشوفها بتتكلم عن حاجة جميلة قوي قوي هتوفر وقتك جدا 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 وهي اسمها الكراءة السريعة يعني ايه الكراءة السريعة وهتفدنا بايه بس عايز اقول حاجة قبل ما كامل قبل ما تكمل ايه يا سيد علي هو انت اقول ايه نسينا من الاول اقول لك احنا نسينا لا احنا ما نسناش احنا عارفين احنا اخدنا ايه احنا اتكلمنا في ان انت لازم يكون عندك هدف احنا اتكلمنا ان انت لا عارف الوسيلة بتاعة الهدف تتحققه هدف بتاعك ازاي احنا اتفقنا ان انت تكون واثق في ربنا سبحانه وتعالى وتكون واثق في نفسك ان انت تقدر تحقق بعد كده قلنا لك ان في حطاك علمية ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيك وانت ممكن تكون متعرف ايه اولا العقل بتاعك ممكن يستقبل سبع معلومات في الثانية اكتر او اقل موجب او سالب او ان كمان انت عندك حاجة اسمها العقل اللواعي اللي ممكن يسيخزب اثنين مليون معلومة في الثانية يا نهار ابيض كل ده وانا مش عايف استخدمه لا النهاردة الحمد لله عارفنا واعتقد ان كلنا بازن الله هنطبق الكلام ده طب تعالى بقى احنا عليك لو نقوم الخصائص بتاع تول اللي بتت اللي انا هستخدمها فيه طيب يا مناسيز انا باعد اقرأ الكتاب ده انا لو قعدت اقاريت فصل من الكتاب او موضوع من الكتاب هاخد ساعة الله عليك الله عليك يا احلام عشر على عشرة مفيش حاجة ربنا خلقها لي واقدر اوظفها في مصلحتي واقول لا عليها هاجب كراءة السريعة احنا اول ما اتولدنا يا شباب كم كان بيحصل معنا القاتي اتولدنا بنقول با با ما ما اللي ما نطاقش حرف صغير يقول لي رقم ثلاثة كلنا من الجبل الجبل سريعا وبعدين بوط من الجلدة للجبل سريعا وبعدين بكده خلينا مشيين بالترتيب عشان ما نشتتش اخواتنا وشبابنا اللي معنا احنا عارفنا خصائص اللي عقل ومخ اوكي تعالي بقى نشوف العين تعالي يا شباب بصوا على الشريحة بتاعتي وتعالي نشوف ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ايه في العين يا شباب قال لي ان العين اللي ربنا خلقها لك قد انا اسف بقى دي مش من عندي ده انا اسف معاكم اللي سمعني اللي سمعني حط رقم واحد ايوة معلش انا اسف المراتي من عندي فيه ده من الانترنت انا بقى عنديش يعني مش بيدي يا انا اسف تعالوا بقى نرجع تاني لحقائق علمية لازم تكون عارفها عن عنيك زي ما عارفنا ربنا خلق لنا ايه في عقلنا او في مخنا او في دماغنا وفي دماغنا هو المصطلح الرئيسي بتاعنا لان العقل والمخ دول احنا سلام عليكم انا اسف واحد اخرى معاكم شكرا ويا احمد انت بتقول لي كل ده حصل عشان ما بتردش علي بس يصدقني انا مركز في اشياء معينة فغزبا عني فيه فيه حاجات بتعدي علي انا ما باخدش بالي منها فتفضل لو فيه حاجة عايز تقولها تفضل انا معاك انا معاك عشان ما تقولش ان كل ده بسببك بسببك احمد ابو علي قول لي محتاج ايه وانا تحت امرك وانا كمان بدحك ولا يهمك بس يصدقني انا معلش انا 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 مركز في اشياء ففيه حاجات انا انا اسف يعني انها هتعدي علي لكن انا متواصل معاك معاكم الله يخليك يا احمد هنكمل لغاية ما الصورة تحمل عندك انتوا شايفين كلنا شايفين الصورة قدامك ولا لا اللي شايف هيقول لي نعم يقول لي حاضر اوكي عموما انا مش شايف هيبقى اكيد العيد من عندي لكن احنا دلوقتي بنتكلم جميل 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 يعني كلكم معايا دلوقتي شايفين كل حاجة احنا كنا بنتكلم عن العين وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فيها حاجات كتير اوي عايزين نستفيد منها وقلنا اول حاجة هنستفيد بيها في الكراءة السريعة فقلنا للعين ربنا سبحانه وتعالى ان ان شاء الله مهما مر الزمن ومرة مهما مر العصور لا يمكن هتقدر حدي فوق قدرة الخالق سبحانه وتعالى بعد كده قال لي ان مستقبلات الضوء في العين لها قدرة فك شفرة مشهد مكون من عشر ملايين مكون من ملايين المعلومات في اقل من ثانية وبدقة تصورية عائلية سبحانك ربي لا علم لنا الا ما علمتنا وما خلقت فينا الا كله بقدر وبقدرتك يبقى دلوقتي العين اللي ربنا خارقها لي تكنا تقبل الله منك كل نفسه تستطيع ان تمايز ما بين ما يزيد من عشرة مليون اللي هن مختلف للعين قدرات تصويرية تفوق قدرات التصوير عرفتوا ليه احنا عملنا الخريطة الزهنية لان هي انت بتاخد صورة بتتخزن بتوصل لله المخت تتخزن في الله وعي بتطلع لك في الوقت اللي انت عايزه كلنا نقول سبحان الله لو سمعتم كل اللي سمعني دلوقتي يقول سبحان الله والحمد لله العين بتعمل عمليتين الفحص لاجاد المعلومة يعني العين بتدور في الشاشة اللي قداني على المعلومة اللي هي اللي انا عايزها والتصفح الدقيق لتقضية مسبقة للمادة المكروح يعني العين عرفة ربنا سبحان الله وتعالى خارق فيها خاصية انها تدور على المعلومة اللي انت عايزها وقدر على التصفح الدقيق طب انا هعمل معاكم حاجة دلوقتي كلنا بصين للناب بتاعنا او بصين للكمبيوتر بتاعنا ياريت كلنا تغمد عينينا دلوقتي بسرعة وعايز كل واحد يقول لي شاف كم لون وشاف كم كلمة وشاف كم صورة وهو مغمد عينينا يلا بسرعة يا شباب ما فيش حد قال لي اي حاجة فتح عينيك بقى وقول شفتش حاجة مش ممكن مش ممكن يا وليد طب لو سمحت غمض عينيك تاني دلوقتي دور لا هتشوف هتشوف كتاب وهتشوف كلام وهتشوف زراير وهتشوف اللون الازرق واللون اللبني وهتشوف العين وهتشوف ده كله لان سبحان الله وتعالى سبحان الله ربنا خلق لنا المميزات ديت عشان كده دونين واكتر فيه كمان فيه غير القادر على ان يشوف اكتر من كده بتنمية بالتنمية والتركيز يعني احنا دلوقتي بعد شوية ان شاء الله هنتكلم في التركيز اللي هيقوي عندك المذاكرة بتاعتك والحفظ والفهم طيب تعالى بقى نتكلم عن العين برضو ونكمل كلامنا عنها ونقول ان ربنا سبحان الله وتعالى كمان خلق لنا حاجات تانية فيها بيقول لك ايه احنا النمي بتاع العين اللي هو البني او الاخدر او الاصفر اللي ربنا خلقهن ده بنسميه بقبق بنسميه ايه بقبق بيقول لي يتغير بقبق العين تبقى لكسافة الدوق وقرب الشيء المرئي ولأهم ومدى أهميته ايواه بقبراف فاذا رأيت شخصا يجذبك فان حجم البقبق يتسح ده فعلا اللي قاعد جنبه واخوده لوقتي او اخته او والده او والدته خليه والدك بعد شوية كده يزوءك يخبطك كده كده بالراحة كده هتبصي تلاقي نفسك بصتله وعينيك التسعة ده شيء طبيعي جدا بالعين اكتر من 300 مليون مستقبل دوئي كل مستقبل منها يتمكن من التقاط خمس فونطط على الاقل في الثانية والفونطط هو وحدة كياس الطاقة الضوئية يا جماعة يا أولاد يا شباب انا بقول لكم الكلام دوت عشان هنعمل بي حاجة دلوقتي يبقى سبحانك رب خلقتني لا اعلم كل الامكانيات اللي انت كنت مدهاني انا عرفت دلوقتي المخ كان بيعمل كان ربنا خليقني فيه ايه وعرفت استخدمه في الخرائط الزهنية الفصين دلوقتي انا بقول لك ربنا خليق لك ايه في العين عشان ان شاء الله تقدر تستخدمها دلوقتي في الكراءة السريعة فتوفر عليك حاجة كتير المستقبل الدولي يترجم الصورة الصور المعقدة الشريحة زهرة قدامكم يا شباب ولا لسه لو سمحتوا لو زهرة اكتبوا لي رقم واحد بعد اذنكم جميل جميل يعني انتوا شايفينها يعني انتوا شايفينها يعني انتوا شايفينها العيد من عندي انا لان هي منظهرة لكن مش مشكلة يعني مفيش مشكلة المهم ان انتوا شايفينها عشان اللي عايز ينقطها بالموبايل او عايز ينقلها او عايز يحتفظ بيها مفيش معندي اي مشكلة المهم ان انت ان شاء الله تخرج مستفيد بيها المستقبل الدولي يترجم الصور المعقدة ويرسلها عبر العصب العصب البصري لتحويلها الى منطقة الابصار في المغ اللي هي الفص البصري الموجود في الجزء الخلفي من الرأس يعني عندك في الرأس انا مش شايف حاجة اعمل رفريش حاضر اعمل رفريش بس لو عملت رفريش هاخرقكم من الموضوع ممكن معرفش ارجع لكم تاني دلوقتي فانا عندي الشريحة ما عنديش مشكلة انا شغال المهم انها هتكون عندكم ويتلقيتوها الشريحة الاولى مش انت تقرأها يا دكتور لا انا اه انا عايزك تنقل اه الشريحة تانية طيب انا هستأذن واعمل رفريش على شباب وهرجع لكم في ثواني ان شاء الله معدودة باذن الله اهي الشريحة اللي انا شغال عليها دلوقتي يهمني جدا انتو تعرفوا الموضوعات اللي فيها الكلام اللي فيها ده اوكي اوكي معاك وانا هو تعرفوا الموضوعات اللي فيها اللي عايز يكتب يكتب شكرا انا عاسف يا شباب معلشي اه اللي عايز يرسل اللي عايز يكتبها اهلا وسهلا اللي عايز يصورها ما تيش مشكلة ويقولني للانسان نظام بصري يمكنه من ان يصور صفحة كاملة في مدة من دقيقة من ثانية الى عشرين ثانية وهحكي لكم حكاية على الموضبة كان الامام اعتقد ان لم تخلطني الزاكرة الامام الشفاء كان قادر على ان هو يقرأ الصفحة فالصفحة بتتحفز في مجرد انه ما يخلص القراءة بتاعة الصفحة يحفظها ربنا نديله النعمة دي لذلك انه هو كان بيخب الصفحة المدورة بعايز النعني ان العين عنده ما تلغبطش معايا يعني سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي ادينا النعمة دي انه يقدر يقرأ صفحة كاملة ويحفظها في نفس الوقت قاعدت الميزة دي معايا فترة كبيرة قوي ويا شباب ويا شباب ويا بنات هقولكوا على حاجة غريبة قوي ان الملكة دي ضعت منه وضعت ايه السبب وهو اللي قالها بنفسه ان هو ماشي في الطريق شاف قدامه كعب امرأة ادنبية يعني كعب امرأة يعني مش اخته ولا امه ولا 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 فضعت منه كعب امرأة فما ادراك ما نحن فيه خلي بالك ياولاد تقبل الله يا المعاصر خلي بالك ياولاد من نفسكم خلي بالك من نظرة عينك بتروح فينو وبتيجي منين خلي بالك من دنيتك لا حول ولا قوة إلا بالله اوعى دنيتك تغرك اوعى شبابك يغرك ملكة ربنا سبحانه وتعالى ادهالو بان هو يحفظ صفحة كاملة واثنين وثلاثة وعشرة بعد كده عشان امين يا رب نسأل الهداية للجميع عشان شاف بص لعنين وممكن تكون غطبا عنه يعني ممكن ما تقصش ما تكونش بنذابه كعب امرأة ادنبية ضعت منه الملكة اللي ربنا ادهالو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا ويوسنا الحال لما يرضى بعد كده هنفش على الشريحة التانية طب يا استاذ علي انت علمتنا ده كله ليه كانت في عهدهم حاجة كبيرة او في عهدنا حاجة كبيرة هي في نفس الوقت هي سواء كبيرة او صغيرة هي فمعصية لله فبالتالي لا يهمني كبراها او صغرها لكن انا بقول لك كانت ملكة عنده ان هو ملكة الحفظ عنده انت دي لو موجودة عندك لو انت اتقيت بصرك لو انت غضبت بصرك لو انت اتقيت ربنا لو انت صليت لو انت عملت لو انت عملت ربنا سبحانه وتعالى هيديك جزائك ويديك ملكات زيه وهو ضعت منه ممكن تكون موجودة عندك انت وان شاء الله ربنا يدهالك لان اكيد ان شاء الله بعد العهد اللي انت خدته على نفسك وبعد ما مسكت قلبك وسمحت نفسك واتخذت القرار اللي انت تتغير فاكيد ان شاء الله هتتغير ابز المجهود قرب قرب ان شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله تعالى نرجع بقى تاني ما فوائد القراءة السريعة اقول ان القراءة السريعة ممكن تقرأ من 3 الى 5 كتب في الاسبوع توسيع الادراك كل ما بتقرأ اكتر كل ما بتقرأ معلوماتك بتزيد اكتر كل ما ادراك بيزيد افضل طيب ايه افضل طريقة في المذاكرة والله هقولك يا حبيبي حاضر هقولك يا محمود حاضر بس لما ييجي وقتها عشان ما نسبقش لكن لازم تتعلم الحاجات اللي انا قلت هالك دي يا محمود عشان تقدر ان شاء الله لما نوصل لطريقة المذاكرة تكون ان شاء الله قادر على ان انت تستوعبها توسيع الادراك والثقافة استثمار الوقت طبعا الوقت يبقى معنا كده اقدرك اقرأ كتير زيادة التركيز والكثير من الحاجات التانية اللي ان شاء الله تكون قادر على استعبها طب يا شباب اللي عنده اخ صغير يمكن طبعا ما شاكش نفسه هو صغير لكن اكيد اللي عنده اخت صغيرة او اخ صغير وتولد وهو موجود وهو سامع وهو شايفه اول ما نطق نطق عايز ينادي على والده يقول با با عايز ينادي على ماما يقول لها ما ما بعد كده بيكبر شوية بيقول ماما يقول بابا يلا بينا يا شباب يا حلوين يلا يا شباب نقدر نقرأ جملة واحدة من نظرة واحدة احنا قرينا حرف حرف بعدين قرينا كلمة كلمة يلا بينا بالقراءة السريعة نقرأ جملة كاملة مفيدة دي عن طريق القراءة السريعة تعال يا سيدي انت شايفين الشريحة اللي قدامكو دي اللي شايفها يقول لي نعم وما تخافوش انا هصحيكو دلوقتي وها نعمل شوية تمرينات جميلة كلنا هنفرح بيها وكلنا هندحك بيها وهتصحيها كلنا جميل طب يا سيدي تيجي نغير من نفس على نفسنا شوية يا شباب تيجي نغير على نفسنا شوية اقرأ الشريحة دي بتقول لك ايه بتقول لك ان متوسط ساعات القراءة للشخص في اوروبا متين ساعة انا مش عايز اكمل يعني انا مش عايز اكمل العبارة اللي انا كتبها في السنة الواحدة متين ساعة طب تعالى بقى للشخص مننا في العالم العربي اللي هي امة اقرأ اقرأ باسم ربك الاعلى اقرأ ست دقائق في السنة ست دقائق في السنة الشخص الاوروبي الشخص الاوروبي بيقرأ متين ساعة احنا امة اقرأ تقرأ ست دقائق لاننا اصبحنا يا شباب بس انا مش عايز اقول سلبيات دلوقتي احنا خلاص بقى عدينا مرحلة السلبيات دي اقرأ طبعا احنا عدينا مرحلة السلبيات والاحباطات وخلاص ودينا وعد لنفسنا ان احنا ان شاء الله هنتغير فاحنا لازم نقرأ وكل ما هنقرأ كتير كل ما ساقفتنا هتوسع وكل ما هقدر اقدي الواجب اللي علي وان شاء الله ابقى جدير ان انا انتني باذن الله لامة اقرأ لا امة اقرأ لا تقرأ لازم هتقرأ يا وليد بعد ما خدت عهد على نفسك لو انت حاضر معنا من الاول وانا عارف ان انت موجود وحطت ايدك على قلبك زي ما قلنا بالوقتي انت لازم هتقرأ زيادة ولازم هتكون ست ست سيئة دولار هيكونوا تلتمية وربعمية ساعة في الثانية في السنة ليه عشان ان شاء الله كل ما هتقرأ اكتر كل ما هترفع من نفسك اكتر كل ما هترفع من بلدك اكتر كل ما هتقدر ترفع من امتك باذن الله اللي هي امة اقرأ طب تعالوا شاباب بقى ندور على انا هارجع للشريحة اللي فاتت دي بس مش دي وقتي طب يا سيزعاني احنا نقدر نقرأ كلمة كلمة وحرف حرف وكلمة كلمة طب ازاي هنقرأ كلمة كلمة اللي شايف الشريحة اللي قدامي دي دلوقتي بسرعة كده يغمى داينه وياخد شهيد جامد قوي شهيد جامد قوي زفير بطيق بطيق كأنك بتدفي شمعة تاني شهيد جامد قوي طلع زفير ضم ضقك وانفخ شمعة بالراحة بهدوق هد من نفسك وهد من روعك وهد من اعصابك سيدي الكبورد شوية شيل ايه لك من عالكبورد نفق شهيد جامد شهيد جامد زفير بهدوق كأنك بتدفي شمعة اللي طفى الشمعة يكتب لي رقم اثنين اللي طفى الشمعة يا شباب يكتب لي رقم اثنين يلا سحين شوية بقى دلوقتي وفقنا شوية ويلا بينا نعمل التامرين اللي جاي كل واحد فينا لو سمحته يجيب ورقة انتو شايفين على الشمال في الشريحة في رقم واحد طبق الشريحة يلا كلنا نمسكها كده نمسك الورقة ونطبقها من النص شايفين الرقم تلاتة ده الورقة هتبقى في ايدي كده وهطبقها زي الرقم اثنين نصين وبعد كده هطبقها زي الرقم واحد نصين تاني اللي عمل الكلام دوت بعد ما يخلص يكتب لي رقم اربعة جميل اثنين بس برافو وليب برافو من المروح هاك الباقي يا شباب يلا بسرعة انا معايا في القاهة دلوقتي اربعة وسبعين من احلى شباب العرب والمسلمين ان شاء الله يا ريت عايز الاربعة وسبعين بتقولي لك انفور بسرعة احنا خلاص تغيرنا احنا خلاص بدأنا عهد جديد احنا ابتدأنا يوم جديد احنا تولدنا من حوالي ساعة وواحد وخمسين ثانية جميل شايف رقم واحد شايف العين جميل شايفين العين مش فاهم انا خلاص اتغيرت ان شاء الله يا قدل يا شباب اللي معرفش محمود لا ده مين ماشي اللي معرفش هيجيب ورقة زي الشكل رقم تلاتة ويطبقها لصين زي الشكل رقم اتنين وبعد كده يطبقها تاني زي الرقم واحد نصين برضو زي الرقم واحد كلنا شايفين العين اللي هي الرم في الرقم واحد كلنا هنبص على الورقة رقم واحد هنبص على العين اللي هي الصودة دي كده في النص كده ومش هخلي النين بتاع العين او البقبل بتاع العين يتحرك لكن هبقى شايف ترفين بتوع الورقة هقول تاني حط نظرك بالزبط مكان العين في الشكل الرقم واحد في النص بالزبط اوعى اتحرك بقبق العين تماما لينين ولا شمال لكن حاول تشوف الترفين بتوع الورقة من غير ما اتحرك بقبق العين اللي فهم كلامي يفتب لي رقم واحد يا شباب دول بس اللي فهمه انا ما نجحتش جميل الورقة هي هي انزل في نص الورقة بنظرك وبرضو بص على طرفين لكن ما تحركش بقبق العين ابدا جميل يلا يا شباب لنفذ الشكل رقم اتنين افتح الورقة شوية انت تنيها يلا نفتحها وتبقى زي الشكل بتاع رقم اتنين البقبق اللي هو النين يا استاذ محمود محمود الظاهر ما كانش موجود معانا معلش بقى محمود يا هتبص على رقم اتنين الشكل اللي في الصورة اللي في الشريحة اللي قدامك وهتعمل نفس الحكاية محمود رحمة نيني العين هو بقبق العين يا جماعة النيني بتاعي العين اللي هو عندك الله اعلم اسود او بني او اخدر او اي لور ربنا خلقت دي ما يتحركش لا مش صعبة لا مش صعبة ما فيش حاجة صعبة وقلنا يا جماعة لو سمحتوا دي مين سهام لو سمحت يا سهام انا تغيرت انا مش ممكن هسمح لنفسي ان انا اسمح عقلي كلمة وحشة عن نفسي ابدا ابدا فمحدش يقول ما عرفش انا مش قادر انا مش هقدر ما اقدر الكلام ده ما نسمحوش تاني لو سمحتو هنخش على رقم تلاتة ونعمل نفس الموضوع بعد كده هنخش على رقم اربعة ونعمل نفس الموضوع بس بالعرض هتقلب الورقة بالعرض طب انت بتعمل ده ليه يا سيز علي عشان اوسع لك افق الرؤية بتاعتك عشان لما تيجي تقرأ قرية سريعة بالوقت ان شاء الله تقدر تشوف السطر بتاعك كاملا تقدر تشوف السطر بتاعك كاملا الصوت كريس اه تقدر تشوف السطر بتاعك ازاي ابص للورقة من اي زاوية انت لحضرتك زي زي الرقم واحد كده هبص في نص الورقة ومش هحرك النين بتاع العين لكن وانا زي بالزبط لما تبقى وقت في وسط اتنين من زمائلك واحد عن يمين واحد عن شمال وانت بسس قدامك وشايف كل واحد فيهم بيعمل ايه صعبة دي اظن كده المثال واضح بقى انا واقف وعندي صديقي على اليمين واقف وعندي صديقي على الشمال واقف وانا ببص قدامي لكن ببقى شايف الاتنين بيعملوا ايه مش ده بيحصل يا شباب واضح اوكي اوكي هتعمل الموضوع ده وتمره اتنين اتنين وتلاتة طب يلا نضحك مع بعض شوية بقى لو سمحتوا مفهوم ماشي احلام انسوا بقى التمرين ده دلوقتي يلا هنبتدي في تمرين جديد جميل قوي انت عارفين اليابانيين بتسلم على بعض ازاي اللي عارف يكتب رقم واحد جميل حط ييدك كده زي اليابانيين اتنى صوابعك دخلهم لجوه اتنى صوابعك دخلهم لجوه ارفع سبعين اتنين بس هقول تامي هنعمل ايدينا مع بعض كف الايدين كده جوه وبعض على بعض وهندخل الصوابعنا كلها لجوه بعد كده هنرفع منهم سبعين فقط اللي عارف يعمل التمرين ده دلوقتي يكتب لي رقم خمسة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الله عليكم شباب يلا 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 من تاني من تاني اوكي هاعمل زي ما قدت بعمل في الورقة هاعمل زي ما قدت بعمل في الورقة هبعد ايدي عن معوشي وابدأ ابص بين الصوابع وابدأ احرك ايدي يمين وشمال وانا شايف الصوابعين بتوعي وابدأ اوسع اوسع وانا لسه شايف الصوابعين برضو اوسع 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 وانا شايفهم لغاية مفتح ايدي لغاية الاخر اللي عمل كده يكتب لي رقم ستة اللي قدر يعمل زي كده زي ما انا عملت دلوقتي يكتب رقم ستة الله يا شباب انا عايز تلاتة وسبعين لرقم ستة اللي موجودين معايا في القاعد دلوقتي لا هكتب لي ستة وستين ما نفعش بقوا تلاتة وسبعين يلا نرجع تاني نرجع نعمل التمرين تاني تاني معا واحد عشان اللي لسه مفهمش هنعمل ايدينا زي بالظبط زي اليابنيين هندخل صوابعنا لجوه ونضم ايدينا يبقوه قدام بعض هنضم ايدينا لجوه هننفع سبعين بس هيبقى في فراغ بين السبعين هبعد ايدي عن وشي وابدأ ابص في النص بين السبعين والنني ما يتحركش او البقبق ما يتحركش او عدسة عينك ما تتحركش وبص وشايف السبعين ابدأ افتح شوية 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 وانا شايف السبعين لغاية لما افتح ايدي واستقبل دنيتي ان شاء الله يوم بيوم جديد في تغيير جديد عملت فيه ان انا عرفت امكانيات المخ اللي ربنا خلقها لي ان انا وسعت قفك العدسة العين عندي عشان اقدر اكتب اقرأ زي ما انا عايز وبالسرعة اللي انا عايزها ووفر على نفس مجهود كبير شكرا نعم التملينين دول يا جماعة يتموا بيهم جدا في ظرف يوم تعمله تلات اربع خمس مرات اليوم التاني زيه اليوم التالت زيه وهكذا لمد قبل الامتعان ان شاء الله هتقدر تشوف فرقة الاسئلة كاملة من غير ما تكون نقصة حاجة وبكرة ان شاء الله اوعى حد يسيبني وينشغل بحاجة لان بكرة ان شاء الله هيكون عندك حاجات كتيرة قوي قوي هتستفد فيها ازاي في الامتحاد طيب دلوقتي احنا هنأمل ايه؟ لو سمحتوا الله يخليكوا يا شباب وان شاء الله يكون في الخير باذن الله يلا كل واحد فينا لو كل واحد فينا يجيب كتاب او يجيب ورقة جورنال او يجيب اي حاجة يقدر يقرأ فيها يا جماعة عشان نعمل مع بعض تمرين اعرفك ازاي بتستخدم القدرات اللي ربنا خلقها لك ديت فان انت تكون فان انت تكون قادر على كراءة الساعة محمود بيسأل هلنفعلها لكل عين واحدة لا الاتنين مع بعض محمود بيسأل لو حضرتك معك مؤهل ايه؟ انا حبيب قلب ان شاء الله معايا باكروس تربية ريضيات باكروس لسانس تربية معايا ان شاء الله شهادة مركز الداع بتدريب اللي انا بقوله لك دوت معايا ممارس زي ما حضرتك قرية السجيل اللي موجود واعتقد ان اللي يهمك المعلومة ما يهمكش انا معايا ايه؟ لو في معلومة انا بقولها غلط يا ريت تصحفها لي لان احنا كل واحد فينا بيسأل للتاني وبيعرفه دي الجزاء من الخير وانا كمان ليا جزاء ان شاء الله بإذن الله من الخير تمرين عملي هنفتح الورقة او الكتاب اللي احنا هنقرأ فيه هنقول الآتي هنبص كلنا جاهزين الاول كلنا معانا كتاب او ورقة جورنان او اي صفحة مكتوب فيها عدد من السطور اللي جاهز يكتب لي حرف الجين لأ المرة دي بقى هنغير الاستراتيجية العقلية بتاعتنا هنكتب حرف الجين الله الله يا شباب اهل لنا بعملهم عاد نادع من المربجة العصبية اللي ان شاء الله يكون لنا فيها لقاء على الموقع الجميل المميز ده بإذن الله جميل هنعمل الآتي انت هتحط صباعك او القلم بتاعك تحت اول كلمة في اول سطر وياريت يكون صباعك ما يكونش قلم عشان ما نسرحش في اللون بتاعه لان السراحان ده هيبقى لينا معاه موال تاني دلوقتي او موضوع تاني دلوقتي المهم ياريت يكون صباعك بلاش قلم هتمشي تحت كلمة كلمة بسرعة وانا هعدلك اول مقول انقل تلقل على السطر التاني على طول جاهزين يا شباب يلا الجيم اشوفها واحد اتنين تلاتة ابدأ اقدس بعض من اول السطر انقل انقل على السطر اللي بعده انقل على السطر اللي بعده كل ما توسع بقب والعين اكتر كل ما تكون مركز اكتر كل ما تكون القراية السريعة هتوفر وقتك وتديك وتوفر مجهودك وتديك استعاب اكتر على المعلومات اللي انت عايزها احنا دلوقتي في وقت زنقه وقت امتحانات عايز اه انجز اذا بالتالي لازم ادرب عينيه باذن الله عشان بالتمرير اللي انا بدي تهولكو دول عشان تقدر توصل للي انا عايزه باذن الله واللي انت عايزه ان شاء الله دي القراية السريعة وانا قلتها سريعة برضو واحنا هنخش بقى في موضوع مهم بقى كده اللي هو الزاقرة والتركيز اللي نفسكو فيه واللي انتو عايزين تسمعوه ياريت بقى لو مبسوطين زي كده ان انا وصلت ده ان انا وصلت هنا وجينا للشريحة ديت ياريت يكتب لي رقم واحد هنغير يا فضل جميل الشخص اللي قدامكو ده اسمه اسمه دومينيك اوبيان ده بطل الزاقرة في العالم ان شاء الله كل العرب وكل الشباب اللي طالع اللي سمعوا دورة التفوق الدراسي وان شاء الله اللي هم عرفوا الامكانيات اللي سبحانك يا ربي خلقتها فينا والناس احنا ما نستخدمهاش يكونوا هما ان شاء الله في صرف اقدم من الزمن باذن الله يكونوا هما ابتال الزاقرة في العالم ان شاء الله ازاي تقوع عضلة الزاقرة او عضلة التركيز مشكلة لا هي مش مشكلة هي مشكلة حلوة ودولي لي يا شباب يا في حاجة همستر في جسمنا او يا استاذ علي في حاجة في جسمنا اسمها عضلة التركيز لا طبعا انا واقول لا لكن في حد فيكو شافها لو حد شافها يقول لي يا شباب لو حد حسب جسمه كده او في دماغه ان في حاجة اسمها عضلة التركيز يا ريت يقول لي لا جميل طبعا لا لكن ده اسمه وهمي احنا مسمي يعني بنسميها كده طبعا احنا بنسميها بعضلة التركيز عشان نديك احساس بيها فتقدر ايه تنميها انا حسيتها حسيتها فين طب يا مين ما يا بدي المهم يلا زاكرة حسية لا هي مش حسية لا حاجة احنا ممكن دورة كاملة تسريع القراءة طبعا اكيد ممكن يا اسمه اناية الاثنين حاضر الوقت يسمح وباذن الله اي حاجة ممكن تفيد شباب العرب والمسلمين شوف بقى ازاي نقوى عدد التركيز وهناعمل لكو شوية تنبينات دلوقتي وهي اعتقد انا فاضلي شريحة او اثنين وهاني الى ان الناس شايف كده ان في ناس زاقت مني اللي زهق مني يقول اللي لسه الغايب دلوقتي ما استفدش من المحاضرة او هقولكو على حاجة اللي استفد من كلام الغايب دلوقتي بنسبة تمانين في المية يكتب واحد تمانين في المية جزاكم من الله خيرا جميعا ان شاء الله نسمع عنكم كل الخير ان شاء الله ان شاء الله تكون جزاكم الله وجزانا كل الخير بإذن الله طيب ازاي هكوى عدد التركيز عندي او هساوى ازاي هكوى هكوى التركيز عندي اولا يا دماء سبعين في المية من خلايا المخر بتتغزع الميا على الماء سبعين في المية من خلايا الجسم بتتغزع على الماء ازاي ازا لازم اشرب مية كتير وانا هقولك حاجة من عندي انا ان شاء الله من مصر وكويس يعني الحمد لله محمود محمود انت بتسأل في حاجات كده غريبة محمود خليك مركز معي وفي الاخر انا هحط لك الفيس عن اللينك بتاع الفيس عندي ونتكلم مع بعض براحيتنا محمود قلنا دلوقتي ان سبعين في المية من خلايا المخ بايه بتتغزع على الماء طيب يبقى لازم اشرب كتير وقلت لك انا هقولك على حاجة ازا كان في معلومة بتقول ان الجسم محتاج كل يوم اتنين رتل مية ازا فانا عايزك تشرب اتنين رتل مية يوميا عشان تغزي خلايا المخ بتاعتك موضوع الكريكوس ده لسه جايله دلوقتي يا امام لسه هنقوله في حتة تانية في جزء تاني ولما تيجي تشرب يبقى نشرب زي ما معلمنا الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام فين صلى الله عليه وسلم مش هيفها جميل بنشرب على ثلاث مرات وناخد نفس عشان نقدر نجزي خلايا المخ يخش الاكسوجين مع المية فيقدر جميل الله ينور عليك التنفس ببطء علم نفسك دايما يا جماعة ان انتو تتنفسك هادي تاخد نفسك وانت بتستمتع به النفس ده ربنا خلقه لك عشان الاكسوجين بتاعك بتاعك جوي يقدر يخص بوا سدرك فيتوزع على جميع انحاء جسمك خد النفس بتاعك بالراحة وطلعه بالراحة اتقنى فيه استمتع به دي من الحاجات اللي تقول الزكرة جدا على فكرة الاصوات المحيطة لازم الاصوات اللي حولينا تكون هادية لازم انت كمان صوتك يكون هادي نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كتير اقروا يا شبابه وتعلمه اقروا السيرة عشان تعرفوا ان احنا للأسف لا مش للأسف احنا ان شاء الله هنتطبق كل اللي هنقرار كل في الضغوط قبل عنك الضغوط ما تفكرش في حاجات كتير ما تفكرش صاحبي قال لي صاحبتي قالتلي صاحبي جبت شبت كدير صاحبتي مجابتش كل ده ما يهمنيش انا بيهمني ان انا عايز اوصل للهدف بتاعي عايز اوصل ان انا حطيت ثقة في اللي وديك مكانها عايز بقى الثقة بتاعتك ان شاء الله في نفسك تبقى في مكانها باذن الله ارهاف الحواس الموضوع ده مهم جدا يا جماعة وفي عندي اكتر من تمرين لازم تعمله وتتضرب عليه يبقى احنا كده اخدنا الغاية دلوقتي كاميرا تمرين تلاتة قلنا غمض عينيك وشوف هتعرف تشوف ايه من الحاجات الصورة اللي قدامك قلنا التمرين بتوع الكراءة السريعة وده الرابع اللي هو ارهاف الحواس هقولك بقى انت بتحب الروائح ايه ارهاف الحواس هي الحواس بتاعتك كم محاسة مين يقولك الحواس اللي ربنا خلقها لك سبحانه وتعالى عندك كام خمسة برافو ستة ستة دي انا اقوم مرة ارفها ممكن اتناشر لا ده محمود بقى واضح انه هو فاضي وبيعرد اتناشر طيب هنقول خمسة الخمسة اللي هم حواس السمع ويه ويه تاني قلهم لي عايزة اكراهم قولهم السمع البصر الشم علم النفس يا مستر ستناشر اوكي اوكي ماشي يا محمود علم النفس بيقول لي اتناشر انا بتكلم عن الحواس اللي ربنا خلقها لي من يشدعوا بعلم النفس انا بقول ربنا خلق لي خمس حواس البصر النظر او البصر والشم والتزوق وايه تاني واللمس هيا ايه تاني الخامس جميل ازاي اناميهم وازاي اعمل لهم تدريبات كبعا واللمس ازاي اعمل لهم تدريبات اقدر من خلالها اقوي او اعمل لنفس ارهاف الحواس دية عشان اقدر ازود من تعضل التركيز او اقدر ازود تركيز ماما لو سمحتي خش المطبخ او الكوجينة او تشلم حسن ما بتسموه وخش لو سمحتي يا ماما هاتيلي كل البهارات والتوابل اللي عندك خلي ماما او اخوك او اختك ما شاء الوصنعك يا اهلا بيك وباهلا باهلا باهل المغرب كلهم ماما هتجيب لك او اختك او اخوك او اي حد هتجيب لك التوابل اللي في المطبخ غمد عينيك ما تشوفش هي جايبة ايه تفتح لك حاجة حاجة وتبتدي تشمها وتقولها على اسمها ابقى انت كده دربت مين حسيت الشم ماما لو سمحتي جمعيني شوية اشياء من الحاجات اللي موجودة عندك ولو سمحتي انا هاجي اغمد عيني قدامك واقولك نوع كل واحد ايه اروح ماسك اغمد عينيه وهي تديني مثلا او اي حاجة اقول لها دي اسمها كذا ومصنوعة من كذا من البلاستيك من الخشب ده اسمه تليفون ده اسمه كاسد ده اسم دي نبضارة ومدت الصنع بتاعتها يبقى انا كده اللمس تدريب عليه بعد كده عندي ايه تاني الحواس بتاعتي احنا قلنا السمع السمع اخلي اي حد من اخواتي فقوضة بعيدة يتكلم وانا اقول ده اسم ده مين افتح الراديو او افتح الكاسد واقدر اعرف ده مين وهكذا الحاجات دي كلها بتعمل ارهاف للحواس بحيث ان انا اوصل لدرجة تركيز عالية انا وفي مين? في محمود؟ طيبة محمود هقولك بس هتعيبك شوية زي ما انت تعيبنا كان. هو انا كان عندي سؤال ما ليس يا دكتور? هو ايه الافضل بالنسبة لعمل خريطة سهنية? عملها يدويا? عملها عن طريق برنامج على الكمبيوتر? انا بقولك لا اعملها بايه دك لسبب? اولا الحاجة اللي بنكتبها بادينا وبنسمعها وبنكتبها بادينا وبنكتب بادينا. دي احد يعني من الحاجات زي ما قلت لك لهدفك اكتب هدفك بايدك عشان يبقى دايما قد الصورة اللي اطلقت الصورة اللي العين لقطتها لقطتها تفضل محفورة جواك. عشان كده بقولك لا الخريطة الزهنية اعملها بايه? بايدك ما تعملهاش بالكمبيوتر. يلا يا شباب نخش على الخطوة اللي بعد كده عشان انا عارف ان انتو زهتوا مني ووقت القاعة كمان اخدنا دلوقتي كده ساعتين وشوية. طيب. كل اللي قاعدين كله يقوم يقف بعد اذنكم. كله يقوم يقف. واقفنا. اكتب لي لو انت واقف دلوقتي اكتب لي رقم واحد. بس دول هما الاتنين اللي واقفوا. يلا جماعة. اوكي اوكي. وانت واقف هتحط قدامك الساعة بتاعت الساعة الحائط اللي عندك. فيها تلات عقارب. عقربين الساعة والعقرب بتاع الساعات والعقربين بتاع السواني. انا هبص على عقرب السواني ومش هتفرج على اي حاجة او مش هشوف اي حاجة في قدامها. لو ما فيش بس انا مش عارف الصوت هيخرج بره ولا لا. المهم ان انت هتقف قدامي دلوقتي وقدامك ساعة وهتعدش تتفرج على عقرب السواني وهو بتحرك. ركز معاه اوي 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 اوي. وعلى قد ما تقدر يلف سانية كاملة اتنين تلاتة اربعة خمسة لغاية لما تلاقي تفكيرك تشدد ابعد. اعمل الموضوع ده خمس ست مرات في اليوم. هقوله تاني. الساعة قدامك. هبص في الساعة مش هشوف فيها الا عقرب السواني فقط وهو بيتحرك. وهو بيتحرك. لا مش عادي اللابتوب اوكي في ساعة ماشي اوكي ما فيش مشكلة. براحتك. استقل مهم ان انت مش هتشوف فيها الا عقرب السواني بس وهو بيلف. هتلف لفة كاملة لفتين تلات لفات خمس سواني ست سواني على قد ما تقدر. هكرر الموضوع دوت بس انت وصلت الخمسة الاول مرة وصلت الخمس سواني. يبقى التاني المرة التانية لما تيجي تعملها هتوصل لستة وسبعة وتمانية وعشرة. زودت ساعات التركيز قدام عقرب السواني كل مرة. المرة الاولية وصلت الخمسة المرة التانية هوصل لعشرة هوصل لعشرين هوصل. استمر على هذا الموضوع اكتر من المرة في اليوم. هنزيد من التركيز الجامد جدا 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 جدا. ان شاء الله تضعولي بازن الله. ممكن برضو انت قاعد في استرخاء وخد نفس كبير عميق شهيد 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 كبير قوي قوي قوي. وطلع زفير كأنك بتنفق في شمعة. بتطف في شمعة. هتغمد عينيك. وهنعمل مع بعض تمرين الرجل السلج. رجل السلج ده عبارة عن تمثال. التمثال ده مصنوع من التلج من التلج شكرا ياعمل. جزاك الله خيرا. التمثال ده مصنوع من السلج. هتتخيل ان التمثال يزوب. ببطء. ببطء. وانا مغمد عينيه وشايف التمثال قدامي. ببطء. ببطء شديد 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 شديد. لغاية لما انت تسهق او التمثال يسيح معك. يعني يزوب معك ويتحقو اللماء. ده مهم جدا التمرين ده جدا 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 جدا. هقوله تاني لان فعلا بيزود تركيزك جدا وهيساعدك على التركيز في المزاجرة كتير كتير. هعمل ايه? هتخيل هغمد عيني. هتخيل ان انا قدامي قدامي تمثال من من السلج كبير. بحجم شخص مثلا. وهبدأ اشوف التمثال ده وهو بيزوب. ببطء. طبعنا نعرفين ان التلج بيدوب ببطء. ويتحول لمية. ويزوب. يزوب. يزوب. حتى اخر التمثال. او لغاية انت ما تزرق. لكن عيده تاني. وتالت. ورابع. وحاول لو انت وصلت النص المرادي توصل للتلج تربع المرة الجاية. لغاية ما تبتدي كل مرة تخلص فيها. تمثال التلج وهو بيدوب. فكر في لون معين. غمد عينيك وفكر في لون وشوفه قدامك وانت مغمد. انا بحب اللون الاخضر. هغمد عيني هشوف اللون الاخضر. وافضر صحان في اللون الاخضر لفترة كبيرة. هشوف رقم. بدل اللون هيبقى رقم. انا بحب رقم خمسة. هغمد عيني وفكر فيه فترة كبيرة لمدة عشر دقائل. الاربع تمرينات دول اولاد مهمين يا شباب مهمين جدا جدا. بيفيدوك جامد او في التركيز. لان بكرة هقولك حاجات تانية عن التركيز. لو انت عملت الموضوع دوت النهاردة وبكرة لغاية ما نتقابل بالليل. عشرة خمستاشر عشرين مرة. اكيد تركيزك هيزيد. لأ الاربع عملهم. مفيش مشكلة. انت يعني يعني التمرين الواحد مش هياخد منك خمس دقائق ولا يعني التمرينات كلها لو عملتها. بكرة الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله. تعالوا معي بقى نعمل تدريب. احنا معانا دلوقتي وصلنا للأسف ستين واحد في القاعة. يا ريت. بكرة هنتكلم يا محمود عن الشاي وعن القهوة وهنتكلم على كل حاجة ان شاء الله. تدريب لعبة التركيز. اللعبة دي يا شباب كلنا بنلعبها في المدارس وبدامعات وفي البيت وفي الاجازات وفي المصيف وفي كل حتة في كل وقت بنبقى فاضين فيه بنحاول نشارك بعضنا احنا واصحابنا في اللعبة دي. كلنا شايفين الشريحة اللي قدامنا ولا لا يا شباب. اللي شايفها يعطيني رقم واحد بعد اذنكو. جميل. اللعبة دي احنا كلنا هنلعبها مع بعض. وانا هلعبها معاكم ولو انتو شايفيني قولوا. انتو شايفين كلنا شايف اصلا على الطاق قال لي كده خايف ويكون بيضحك علي. محمود. بص يا جماعة انا هبتدي دلوقتي بحرف النص كده. انا اللي هبتدي اللعبة بحرف العين على اسمي. علي. اخر حرف فعلي هو ايه؟ اسم علي اخر حرف ايه؟ يه. يلا مين هيبتدي باسمي تاني اوله يه؟ مين هيقول لي على اسمي تاني اوله يه؟ ياسمين برافو. هروح نطلع كده واكتب هنا مين؟ ياسمين. اخر حرف في اسمين هو مين؟ النون. صح؟ اخر نور الله الله كلنا بنعرف اللعبة لاننا بنعبها في كل حتة اول ما يضع اصحابنا معانا او قريبنا القريبين من نفس الناس اللعبة جدا يا شباب وبتقوز زاكرة معاك ومعاك والصوت معاك وهو انا موجود ان شاء الله. اللعبة دي مهمة جدا يا شباب وبتقوز الزاكرة جدا وبتديك ايوة وبتديك فرصة حلوة ان انت تستمتع باذن الله. في لعبة تانية كمان بدل ما تجيب الحروف ولا خلي لا خليها البكرة دي بقى هنتكلم فيها كتير لان الكلام اللي جاي دوت لازم نسمعه قبل ما اقولك شكرا على وقتكو ياريت اكون ادرت اوصل ليكو وياريت اكون ان شاء الله افدتكو. وسائل عملية لتمشيط الزاكرة اولا النشاط والحركة والصحة الجيدة. يا شباب اللي بيلعب رياضة يكمل فيها حتى لو بكرة الامتحان. لكن ياخد وقت صغير شوية فيها. اللي بليل ليه نشاط رياضي يعمله. بس يعني بدل ما كان بياخد فيه ساعتين او تلاتة ياخد فيه نص ساعة عشر دقايق ربع ساعة. لان ده مفيد جدا لتمشيط للنشاط والحركة. يا جماعة لو سمحتوا فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلسل لنفس للنفس وسلسل ليه؟ مين عارف الحديث دوه؟ اللي عارفه يالله يقول لي سلسل ايه وسلسل ايه وسلسل ايه؟ سلسل لطعامك؟ برافو! وسلسل ايه؟ لنفسك؟ ايوة! وسلسل ايه تاني؟ تالت حاجة لشرابك. اذا يا جماعة المفروض ان احنا ناكل بالطريقة او ناكل بالطريقة اللي نقدر من خلالها بعد كده نركز. يعني ماكلش اكل دسمة قوي وعد اكل اكل وانا بتفرج على التلفزيون ومش ديان انا باكل ايه؟ وفي الاخر اقوم اذاكر ماينفعشي. لازم اكل الحاجة اللي على قدي عشان اقدر ادي فرصة الجسمي ودماغي انها تشتغل في الوقت اللي انا عايزه. يا اولاد لازم لازم ساعة الثقافة عندي والاطلاع في مجالاتنا كتيرة. زي ما انت عملت الوقتي ودخلت على موقع الدارين وسمعت كلام ان شاء الله كنت استفاد منه. خش على بوجل ودور. خش على الحاجات المفيدة ودور. خلي وخلي الثقافة عندك اوسع واوسع واوسع. كل يوم قوعة نام بالليل من غير ما تحاسب نفسك. انت النهاردة استفدت ايه؟ انا عادت النهاردة عن انترنت ساعتين تلاتة. انا استفدت ايه؟ كلمت سين وصاد وعين. استفدت منهم ايه؟ لا لازم تحاسب نفسك. انت النهاردة الوقت اللي انت عاده قدام الابتر لان الانترنت استفدت منه قد ايه؟ الاصحاب يا اولاد عشان كده بيقول لك مصاحبة العقول القوية المفكرة. انت مصاحب مين؟ انا لو سمحت كلكم كده عشان انا بننهي المحادرة بتاعتنا وان شاء الله هننهيها بالخير باذن الله. انا عايز وعد. انا عايز وعد من كل اللي موجودين. من كل الشباب الحلوة اللي موجودك سواء بنات او صبيان. اسأل نفسك انت مصاحب مين? اسأل نفسك انت بتتعامل مع مين من اصحابك بيفيدوك ولا لأ? ايه الفايدة اللي عادت عليك? لما صحبت سين او صاد او عين? ايه الحاجة اللي ايه الحاجة الصحة? ايه الحاجة اللي بيدفعوك بيها القدام? اسأل نفسك كويس. في مثل بيقولك الصديق قبل الطريق. بص لاصحابك. انا عايزك النهاردة قبل ما تنام? تقول لنفسك. او بلاش دلوقتي لو في ورع وقلم قدامك اكتب اسماء الاصحاب اللي المفروض ان انت تحافظ عليهم. اكتب اسامي اصحاب الاصحاب اللي انت المفروض تتخلص منهم. عشان كده بقولك من اهم وسائل تنشيط الزاكرة لان الصاحب الكويس بيدفعك لقدام. بيديك معلومات. بيوسع افكك. لان هو كويس. هو بيعمل دو بين انهولك. وانت بتعمل دو انتو الاثنين صاحبه اقول مصحبة العقول الكويه المفكرة. ياريت يكون في وعد النهاردة قبل ما كلنا ننام نكون محضرين بكرة. لبكرة. مين الصاحب او مين الصاحبة اللي المفروض ان انا حافظ عليها? ومين الصاحب او الصاحبة اللي المفروض ان انا ان انا ما يبقاش موجود في حياتي او ما تبقاش موجودة في حياتي. طيب لما يبقى معاك صاحب كويس او صاحبة كويسة. لا مش في القاعة طبعا انا بتكلم في حياتك. لما يبقى معاك صاحب كويس او صاحب او صاحبة كويسة. ابتدوا مع بعض اللعبوا لقبة التركيز بتاعة الحروف اللي انا بقولك عليها. ابتدي العمليات العقلية الفوزير بتاعة الزمان اللي كنا من الحكاية يعني مسلا هقولك في الزورة جميلة دلوقتي. انا عندي اربع شباب حلوين زي الشباب اللي موجودين معايا في القاعة دلوقتي. اديت لكل واحد فيهم خمسين جنيه او خمسين دولار. عشان تبقى عموما. خمسين دولار لكل واحد. نزل واحد منهم اشترى بضاعة بخمسين دولار بتاعته. ورجع بعها للي موجودين للتلاتة اللي موجودين في البيت. هل ممكن واحد يقول لي فيه كم دولار دلوقتي موجودين في البيت? انا هاعدها تاني قبل محد يجاوب. في اربع شباب موجودين عندي في في البيت. اديت لكل واحد فيهم خمسين دولار. نزل واحد ما تصرعش. وبسمعها تاني يا عصام. انا بقولها تاني يا شباب عشان ما تصرعش. اربع شباب اديت لكل واحد فيهم دعم الفني. طبعا. الدعم الفني هو اللي فاز هو هو رباط. اوكي. اديت لكل واحد متين خمسين دولار. معهم متين. نزل نزل واحد فيهم اشترى بضعب خمسين دولار. نزل رجع لبعها لهم تاني. ما كسبش. ما انا ما قلتش كسرت مكسب عشان تقول لي متين الله مية وخمسين. هو ده نوع العمليات العقلية اللي انا عايزك تتعود عليها انت وصحابك. بدل ما ناعد نتكلم في كلام فاضي ما ديوش لازمة. بدل ما ناعد نجيب في سرط اسحابي وسرط الناس. بدل ما ناعد نتكلم على مواضيع ما تهمناش وخارج عن سيطرتنا تماما. لأ. ناعد نتكلم مع بعض. يعني ما نلعب اللعبة اللي فاتت بتاعة الحروف. ما باعهاش هو. باعب نفس التمن اللي باعها بيه. ما قلتش ما تسأل بها يا فاطل. بدل ما ناعد نتكلم في كلام ما دوش لازمة. في كلام فاضي. في كلام ما يهمناش. يلا بينا من دلوقتي. انا حددت صحابي. انا هتعامل مع اصحابي ازاي. انا هخلي صحابي يأثروا علي بالعملات العقلية والمبارسات العقلية دي ولا لأ. العبوا مع بعض بحاجة مفيدة. الغاز في الرياضة الله عليه. الاحساس بالسكة. الله. انا واحد من الناس لما بسمع الكلمة ديت. في كلمة سكة. انا بحس باحساس جميل جدا 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 جدا. ان انا عندي سكة في نفسي. الحمد لله. ما يهزهاش حد الا ربنا سبحانه وتعالى. واكيد ربنا ما بيهدمة. ما مش هيدين حاجة واشا قبل. اسلام يا موسى. تعالوا بقى معايا بيقولك حماية العقل من العادات السيئة. اه يا رماعة طبعا. اما ابقى مرفع جدا. وابقى كسول وخمول. هخش ازاكر. ولو زكرت هستفيد حاجة. احتقل لأ. لم ناكل جامد زي ما اتفقنا. اكل جامدة. وبعد كده اقومها زاكر. هو فيه اكسوجير رايح للمخ. ما فيش. انا هبقى عايزة نام. مش هينفع. لازم زي ما قولنا نزود العملات العقلية. لازم نقرأ. طبعا. ساعات التلفزيون انا عايز اتكلم في حتة في ثواني في الموضوع التلفزيون ده يا شباب. يا شباب. يا شباب يا مسلمين يا عرب. التلفزيون معمول للثقافة. مش مش عشان قعد قدامه خمس ست ساعات بتفرج على ديه وديه وديه وديه. لازم تحدد انا هشغل التلفزيون دلوقتي هتفرج على ايه? انا محتاج ايه? انا هتفرج على برنامج كزا عشان استفيد منه كزا. خلص البرنامج قد فيه وقوم شوف حاجة تانية. ما تقعدش قدام شاشة التلفزيون بالساعات. وتقول اصلا دا ما واريش حاجة. ساعات طويلة بغير هدف. مجوش لازمة. افلام ومسلسلات بنكتسب منها خبرات. ممكن ساعات بتبقى حلوة. ولكن انت شفت. اللي كان بيحفظ صفحة. وكان ربنا مدينه الملكة دي. اتحصل له ايه? انت هتتابع التلفزيون هتتفرج في ايه? في الساعات الطويلة دي. حدد هدفك. انا مشغل التلفزيون عشان اسمع منه حاجة معينة. انا عايز استفيد بحاجة معينة. خلص البرنامج اتفيه. شوف بعد كده انت هتستفيد ايه? العيش في الكبت والقاهر ورفض الرأي الاخر. ما هي دي مشكلتنا في كل العالم العربي. للاسف دلوقتي. وان شاء الله بازن الله هتتغير بكم انتو يا شباب. الاخر ده مهم بالنسبة لي. الاخر ده لازم انا بشتغل عشانه زي ما هو بيشتغل عشاني. رأي الاخر ده مهم. مهما مهما اختلف عن رأي من الديمقراطية عن نحترم اراء الاخرين. مهما اختلفت عن ارائنا. لازم نعرف دوة. الرسول عليه السلام كان بيعمل دوة. هو احنا بنطبق من السنة الرسول. الحاجة اللي احنا نحتاجينها بس. ونسيب الباقي كله. لا اله الا الله. قال امتنع عن التدريب. هقول لك حالة. المكيفات. محمود كان بيسأل عن الشاي. ابعد يا محمود عن الشاي. وبعد عن القهوة. وبعد عن المكيفات دي كلها. لان هي اكيد بتضرك. واحد يقول لي يا استاذ انا لما بشرب فنجال قهوة بصحى. ما انت بتصحى اه. لكن ما تعرفش هو بيعمل ايه بجسمك مع مرور الوقت. وبعد كده هيصبح عندك ارتباط شرطي. مش هتصحى. او مش هتفوق. او مش هتركز ان لما تشرب فنجال قهوة. يبقى بعد ما كنت بتشرابه دلع. دلوقتي هتشابه غصبا عنك عشان تصحى. طب ليه? وانا بيدعمه اساسا. الامتداء عن التدريب. اللي احنا بنعمله اللي انا بعمله دلوقتي ده معانكم هو تدريب. لو انت مدخلتش واعدت الساعتين وشوية دول وتسمعني فانت تبقى بتمتنع عن التدريب. فهم? خدت بالكو يعني ايه تدريب? انت سمعت التدريب قلنا التدريب هو عبارة عن تعلم وايه? وتعليم وتغيير القناعات. تغيير القناعات عشان انت تتغير. عشان تدي اكتر. عشان تبقى عندك استهداد اكتر ومعلومات جديدة. طيب انا موقفش اعمل حاجة من غير مشرف فنجال قهوة ايه? امتنع. مفيش حاجة اسمها ما اقدرش. احنا خدنا وعد. وعد وحطينا قضينا على على قلبنا. وعدنا نفسنا ان احنا ان شاء الله هنتغير. واعتقد مش وعد. ده احنا كلنا خلاص ان شاء الله يلا. امتناع عن التدريب عرفناه? اخر حاجة تقريبا هنختم بيها الشرحتين اللي جايين دول. يا جماعة لو انا عندي شعور ايجابي عن نفسي. يا ريت كلنا نسمع كده ونديني الرقم واحد بسرعة لان الشرحتين دول مهمين جدا. رقم واحد بسرعة. الله 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 يعني ايه الشعور بالرد والتميز? احنا قلنا في عبارة انا قلتها ان شاء الله هترددها بازن الله بعد ما سمعتها مني. اوعى تسمع عن نفسك. اوعى تسمع عقلك عن نفسك كلمة وحشة. انا ايجابي. انا اقدر. انا ان شاء الله هعمل. انا انا انا. كل الايجابيات موجودة فيك يا ابني. كل الايجابيات موجودة عندك. ده هيديك شعور بالرد والتميز والثقة في نفسك. هتبص تلاقي انت قاعد بتزاكر. عندك استعداد ان انت تدي جهد اكتر. عندك استعداد ان انت تفعل في مزاكرتك. طبعا انا سعيد. انا مو. ابدع. ده اكيد. لبنا اداني كل ده عشان ابدع. سمع عن نفسك كل شيء حلو عن نفسك. هتبص تلاقي نفسك بتزاكر بجد واهتهال. هيوصلك لتفوق بازن الله. لكن لو قلنا الحاجات التانية اللي انا مش هقولها بقى والشباب عرفين عدلوقتي. سمعوها مني. انا مش هقولها. هي مكتوبة قدامكو. بس انا مش هتلعها على شباب المسلمين والعرب. مش هقولها. ام تقروها? هيوصني اللي اعوزوا بالله ولا قدر الله لشيء فزيع اسمه الفشل. مش عايزه. ومش هقولها. انا ما عنديش عن نفسي غير كل شيء ايجابي. وما عنديش عن شباب العرب الا كل شيء ايجابي. وما عنديش عن شباب السمين الليش كل شيء ايجابي. عشان كده هيذكره بجهد. وهيذكره بامتياز وابتهاب. وان شاء الله هيوصله للتفوق. اذا الشعور بالردى بيديك تفوق بيوصلك. طيب اكل ايه عشان الزاكرة? تقوى عندي. ويزيد التركيز. اوعى تاكل كتير لحسن التركيز. الذاكرة هتروح خاص. اولا يا جماعة ما تجوعش نفسك. يعني يوم تحس ان انت عايز تاكل كل بس كل بيه ماي وناسبك. آآ الاكل الزايد منوش لازمة. محمود او حد كان ساءالي قال لي على الكوليكوز. طبعا العقل بيحتاج آآ الى مية وخمسين آآ جرام سكر ليعمل بشكل طبيعي. فاشرب سوائل آآ فيها سكر. عصاير آآ آآ اشرب كل حاجة فيها سكريات بحيث ان مخك يقدر يشتغل بكفاءة. هتيجي طبعا انت صاحي. طبعا هقولك يا مفضله. هقولك على كل حاجة علي ليكم. اه لو انت صاحي ان شاء الله رايح المدرسة من ساعة ستة الصبح. لازم تفتر. اوعى وجبة الفطار يا شباب. اوعى تنزل وتسيبها ابدا. لان هي دي الوقود اللي انت بتشكرل بيه دمارك. هي دي الوقود اللي يشكرل بيه جسمك. عشان تقدر تستقبل مجموعة معلومة. عشان تقدر تضيف لنفسك. اذا لازم يكون حالتك الطبيقية جسمك في حالته الطبيقية. لا تقبل حكمة ولا تنطق حكمة. طبعا بالتأكيد. زي منا او ابننا وليد كاتب ليه? الاتي. المعدة الفارغة لا تقبل حكمة ولا تنطق حكمة. الله عليك يا وليب. الله عليك. على فكرة. انا استفدت منك وهكتبها دلوقتي. انا كنت عارفة لك النسية. لكن انت ذكرتني فيها دلوقتي. الله عليك. يا زاكر الله خير. هتيجي تبص لازم تفتر. لا. السيام حاجة ده فرض. حاجة تانية. احنا بنتكلم على اليوم العادي. انا نازل رايح مدرسة او انا هبطي تذاكر. اخد وقت بالفطار حلو. عشان اقدر ادي وقود لجسمي. طبيعا يشهر انسان بعد الساعة الثانية زهرا تحولا في زاكرته. ليه? لان بعد المجهود ده كله بتبدأ كميات السكر. آآ تقل. فبالتالي بيفقد التركيز. عشان كده بيقول لك اعمل ان انت تشرف شراب منعي شوية. ايه الاخزية اللي اتنشط الزاكرة? نكتوب عندي اللوز الزبيب. آآ مهمة جدا. بس خلي بالكم. ما عودش بقى ايجيبي اللوز واعد اكل كل شوية نص كيلو ولا ربع كيلو. ولا الزبيب بقى واعد اخلص الزبيب اللي في البيت كله واقول لي ماما ده بيزود الزاكرة. ما حد بشيجي جنبي. ها? اهو اعطي اعملوا الكلام ده. ولا الشوكولاتة? واعداكم الشوكولاتة كل شوية واسرف مصروفي كله على الشوكولاتة. طبعا لا كل كل حاجة ليها قدر معين عشان الجسم والعقل يستفادوا بيها. زي ما قلنا العصر الابيض. زي ما قلنا اللوز. الزبيب. القرنفل. الشوكولاتة. الحلويات الغير دسمة. بس طبعا للأسف مش الشوكولاتة اللي موجودة في الوطن العربي. لان الشوكولات اللي موجودة بالوطن العربي كلها تقريبا معظمها شحون. فيااااااا.. يعني آآ كالل منها ما اتكترش دي اخر حاجة كانت في يومنا النهاردة. طبعا النوم الكافي ده انا لسه یهي لبكرا النوم ده يا فاضلي حنا بكرا ان شاء الله لو عاشنا وكان لينا عمر هيبقى كثير موضوعات دسمة جدا جدا جدا. عشان ازاي اعدك باذن الله ان انت ليلة الامتحان او يوم الامتحان الصبح وتعمل ايه وازاي تتفكر باذن الله بعقلك المنطقي التحليلي وازاي ترمي العقل العاطفي ده من ساعة ما تشوف الورقة باذن الله وهنتكلم كتير اوي 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 ان شاء الله انا ياسف وارجو ان انا اكون وفت واوجست في نفس الوقت بس انا عايز اعرف الى استفادة من المحاضرة اللي احنا خدناها كام ساعة دول او ثلاث ساعات تقريبا تكلمنا فيهم تقريب بعد اذنكم نشوف مين استفاد ومين ما استفادش ومين ان شاء الله هيكون موجود معانا بكرة عشان نكمل الاستفادة من دورة التفوق الجراسي وقبل ما سبكو اقول لكم تصبحوا عليه خير اقول لكم سلام عليكم ورحمة الله اقول لكم واشكركم جدا جدا يا شباب اشكركم جدا استمتعت بيكم وارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بي اولا وفي الاخر برضو بسأل عن بقول الف 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 شكر للقائمين على القاعة الجميلة دي لان فعلا فريق عمل متميز بامكانيات متميزة ارجو ان يكون فيها في الوطن العربي اكتر من قاعة زي دي حتى لو في تنافس لكن فعلا انتم مميزين جدا انتم ازادزة ومدردين والسلطونة كلنا لدرجة من التشور ان احنا نبقى موجودين معاكم ان شاء الله لو طال العمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته